شو اسم هذي اللي يشبوني يحطونها بالكيكة؟ شمعات ما شمعات ايه يحطوا ريك عبالي شي يديد ما اعرفه ابي الاجانب يشوفوننا جميل خليشوفوننا احنا عندنا صوت 26 تواب 2008 وحزبه سريعا شم عمره هذا يوسف شاهن حنا احنا نتكلم عن يوسف شاهن اقولك فيه شم كويت يا راعة طبعا مو انا وانت يعني ناس توقع ليش؟ ليش؟ لا يعني مدرسة شنو فيه واصلة طبعا اصلا لبناني ما هو مصري اسم اخذ اعطنا الفيزي اور فانيلي فانيلي يعني الفيزي اسمها انزين الفيزي والله انت يعيب لنا واحد يعني مول فرعون الريال اخر اخر فيديوهات ما شاء الله رموشة انزلت خمسين يذيرين لا 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 احنا هني ما رح نتطرق الى الامور الجريئة مالته اي احنا نتطرق جرقة عالية جرقة عالية اتوقع قبل ما كان فيه اخلاق اي او دي شعيري ما صارت ها تمام تمام عدانا شنو منزهبلك مقدمة بس على حظك نسيتها الحين اول شي لا اتفضل فيه شكوى يديد غير لان هذه المرة كان عندنا في شكوى يعني قصدي فيه شي يديد غير لان هذه اليوم كان عندنا مشكلة مع حلقة زياد قلت لي انه فيه جفهل انه القعدة فيه شي اي بالحلقة بالحلقة اللي ضافت والله اكثر حلقة اكثر حلقة على مستوى الستعاش حلقة اللي سويت سويتها للحين اكثر حلقة حصات فيها مدح زين هي حلقة انت يا سبيلبرغ سبيلبرغ لكن انت مؤديها بضمير لان مخرجك المفضل الحمد الله واليوم ياب لنا مخرج بالنسبة لي انا كوني فقير سينما تدري عشاء الله تزفني بالحلقة داود يديد يديد علي بس انا اسف اني قا اقول هالجملة ما ارفه وما ارفه فلامة بس اشكرك اني خليتني ابحث في حتة بس بحثت انت توك باحث بشي ما يازلي الموضوع يعني طلع مو كل شي وهو مسوي ينفعين قلب الحلقة لا 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 احنا هني ما راح نتطرق الى الامور الجريئة مالته اي انا بطرق جرقة عالية اتوقع قبل ما كان في اخلاقه ما كان في شيء قصة الموضوع عشان شديء هو تقريبا من المخرجين المصريين اللي طيلة حياته افلامه كانت منبوذة الى حدا ما المخرجين الثانين اللي هم صلاح ابو سيف والله وايد مخرجين احنا بس واحد منهم يعني واحد من اهم من المخرجين صلاح ابو سيف عندنا وفي مجموعة كبيرة من مخرجين عز الذين ذو الفقار وكل هذالي اللي يعني واحد قا اذكر لك كده واحد هذالي كانوا مبينين حين لانه قاعد يسوون افلام المصرية اللي اللي نعرفها اي يعني مثلا صلاح ابو سيف اللي يتنفح كل العمار اللي ممكن العمار كل هذالشي يعني مثلا صلاح ابو سيف عنده بعدين سوى القاهرة ثلاثين بس سوى المواطن المصري بعدين بس كان عنده مثلا الزوجة الثانية هذا مشهور وايد في المزوجة الثانية اللي هو ريال عمدة ياخذ مرة صغيرة سعاد حسني على مرته القديمة وعساس بيبي يعني تعرف الافلام هذه مشاكل هالحزة كلها متزوجة على مرته هذي القصص الاجتماعية اللي كانت موجودة بذاك الوقت كانت تكلم عندك صدقي اختفى شنو هذا موضوع الزوجة الثانية بالافلام والمصرصة خلاص بس الان صار موجودة اتوقع يعني انحاشوم الاولى يمكن المصاريف كانت مو نفس الحين اه انت احسب زوجة ثانية احسب صح تكلف الان بوقت الهذا الان تكلف وايد وهذا دليل على ان السينما توثق التاريخ اهم هذا هو حالات الاجتماعية انت هذي قعد تكلم بالخمسينات ستينات هذه الافلام صح عز الدين ذو الفقار يعني سوى ردة قلبي فيلم مشهور هذا يعني اعتقد وايد ردة قلبي الاسم مار علي بافلام مسلسلات وايد يسووا مسلسل بعدين يسولفون عننا ايه اللي هو ازاي يعني اوكي هي القلب ترى القلب مو يعني هذا ردة قلبي شنو يعني هي مثل شي هي مثل قلادة قلادة يسمونها قلب بس شنو العنوان عود والمعنى عود اللي هو رد حبي او رد العشق اللي اللي بيني وبينك اثاري طالبة رد قلبي بس هي رد قلبي اللي هو القلادة بس طبعا المعنى معنى معنى اكبر عميق شاهين لك شاهين ايه احنا ما قلنا تقول اول مرة تقول اسمها ترى بالحلقة ما قلنا الاسم يوسف شاهين احنا نتكلم عن يوسف شاهين حلقة ايه عن المخرج المصري يوسف شاهين نعم شوف انا المميز فيك داود ان انت حتى لو تسولف عن كوكوملن راح تعطي ابعاد عنك الموضوع وعمق عن كوكوملن اخا هذا الشعر اللي بتقوله توق انا مزاهب شي ناسي ما تقول اخر شي تذكره وقول اخر شي بثريك بشم كلمة شذي من البداية وش اسمها خلها بعدين بيني وبين نفسي احط شي لها واحطها بالحلقة خلنا نخوش معانا بعد حق هني اليوم الحلقة على يعني اهداء لك اول مخرج مصري واول موضوع لنا كاكوب سنماء ان نتكلم عن السلمة المصرية صح فقلت احسن ان نبلش بواحد على اقل انا اعرفه عدل وانا تابعته من زمان ازان في شيء سبيشال اللي انت اخترته لانتت واج تابع مخرجين اهو الوحيد اللي اللي اذكر خنتكلم يعني انت كعدت تحجش على شوف انا عرفته من فيلم اسم المهاجر فيلم المهاجر انتاج 94 راح انتكلم عنه بع شوي شلون شفت فيلم المهاجر في سنة سبعة وتسعين يوسف شاهين سوى فيلم اسم المصير ورشح الى مهرجان كان فبالنسبة لي كواحد يحب له فيلم شا الفيلم العربي اللي راح مهرجان كان ودش بالمسابقة الرسمية صح فصار عندي مثل التساؤل فقلت اوكي بحاول اشوف افلام هذا المخرج للأسف كانت افلامها مو موجودة وايد في القنوات ما تنعرض بالفترة هذه بس قديمة افلامها افلامها قديمة وفي افلام بالثمانينات بس مشكلة افلامها افلامها ما بيقول كلمة مو مفهومة لانه وايد كانوا يقولوا لأفلامك مو مفهومة السرد ماله وطريقة طرح القصص مالته وايد صوب اوروبا فما يمشي معه معظم الشعب العربي والمصري تحديدا اللي هو يبي القصة اللي تلامسه البسيطة الزوجة الثانية رد قلبي رصيف نمرة خمسة هلافلام هذي اللي هي فيها قصص شعبية توصل بسرعة لأي قريبة حق المشاهد قريبة حق المشاهد وهو لا رايح منطقة ثانية وقعد يقول لك ويقولك دائما فكروا اياي يقول كلمة يعني فكروا اياي يعني القصة اللي أنا مسويها بيك تفكر معاي فكروا انا شنو بعد اقول اللي لاحظت ان افلامه كل يعني اغلبها يغلب عليها طابع سياسي ايه اجتماعي بس بزيادة يعني روح عمق ونسوى اشياء شذي اللي هي بس عشان يبيعيش حين رح نمر عليها فانا عرفت من هني فيلم المصير كانت وقتها غناة الارتي مرت عليك غناة الارتي شو ما امر فيك غناة الارتي سوت تغطية مطبيعية في هذه السنة على مهرجان كان صرت هنا مثل المينون اطلع كل اللقاءات من زين وقمت اشوف لقاءاتهم مهمة وكان معا منه فيلم مصير نور الشريف ليلة علوي خالد النبوي هاني سلامة اول ما هو اكتشف هاني سلامة ها في شي مهم يوسف شاهين مكتشف نجوم صحح ايه واحد منهم عمر الشريف اغلبهم يكونون اول مر اول ظهور لهم يكونون عنده نعم ايه اول ظهور عنده تمام فقمت تابع فصار عندي ابي شوف لفلم واروح بحل الفيديو يمنى بالجابرية احنا ايه تدري وقول لش ايه انا عرفت عاد وانا دور شنو لاحظر في جزء كبير وحيتاب الحلقة ايه ما يدري انتش قلت توق محل فيديو ايه ايه اوكي ايه شريط صغير في اتش اس انت لاحق على بشريط صغير ايه في اتش اس اللي هو فيديو الفي اتش اس قبل كان في محلات فيديو اذا انتو تعرفون اش انت اهل يا اخوان يا اهل الفين عشان تبين انك عتيد شوية محلات فيديو كنا احنا نروح لها ما اكون نتفلكس ما اكون منصات كان بامريكا في نتفلكس بس كان يسوي نفس الفكرة بس نتفلكس شنو تأجر تأجر تليفون ايك دي في دي صح او ايك شريط وترده ايه وترده لهم ايه عشان نشوف الفيلم وهذا فكنا نروح هذه محلات الفيديو وناخذ لفلام سواء يا تأجير او في اشتراكات بعد كان وناسا قبل كنت روح تشترك شون نشتراك ما تشترك مثلا بالشهر ما ادري شنو يعطيك مثلا خنقول عشرين فيلم حولو كيفك انت نق يا تاخذهم طقا واحدة ايه يا ت وترد لياهم وترد تدفع شي بسيط شن عشر دان ايه ما ادري شن بالشهر كان شي زين صغير هذا تأجير وان يمديك خلقهم خلاص الموضوع وين يعني كان لفلام قبل المصرف يعني الحين في الطوف المقدمة ايه تخيل تخيل لا قبل لا شوفون سهالات الموضوع اذا ما لك خلق تشوف مقدمة تعال انطر او لا الفيلم تلقى معطيك ياه من آخر ساعات ما لما الفيديو صح ضقة عيدة تعال انطر الاعادة وخانا اقول لك شغلة مو يأجرونها بنتليكس يأجرون الافلام قبل الدي في دي ايام الشريط ايه فيا تشيس الى ما ترد لازم ترد معيود اذا ما رديت معيود تدفع اكسترا ايه تدفع اكسترا لانا بيعيدونا هما لامريكان نعيد الفيديو ولا قاعد نأجر لانا ممكن يعطي واحد ثاني بسرعة بسرعة كني اخذها منك يبيعطي شوف لي عادة كلفة فلوس لا مملكاني عارفون يطلعون فلوس رحت محل الفيديو قلت حق راوي طبعا لازم اذكره راوي هذا شخص وايد مهم في حياتي لانه كان هو هندي ايه كان مضبطني بسالفة الافلام قلت له راوي حبيبي عندك هذا الفيلم المهاجر خالي شوفلك راح سأل عنده نسخة واحدة قال لي باشر تعال ليش لانه بينسخ الفيلم مسخة الفيلم وحب ديفي دي وانقل كوبي بيست ها لازم يحط الشريط ويسجل على شريط ثاني مدة الفيلم ساعتين يعني لازم ننطر ساعتين يشغل الفيلم يشغل الفيلم في فيديو ثاني يسوي ريكورد من الفيديو لازم نطلع الفيلم وهو قا يسجل نعم فنطرت يوم يتلي ثاني يوم عشان اخذ الفيلم ورحت يا طيب حطيت الفيلم عندي بالبيت وكان وقتها اجازة حلو وقعت اشوف انا اول مرة بحياتي انا العادة ايه ارتيشي قاله افلام مصرية لما اشوفها انا ااسف يا باشر الصوت تعبان لازم اتأسف الصوت تعبان اي 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 خصوصا خصوصا انا فقط بس يعني اعتداء اي لا في فترة الثمانينات تحديدا كانت التقنيات تعبانة مع ان في ابعدين حينما كبرت شفت وايد افلام مهمة مصرية يا اخي القصص حلوة السناريو وايد حلو بس مشكلة تقنية مصيبة خلت على التجاري الموضوع لما يصير بعد متعب طلع شاهين لا طلع شاهين بالفترة هذه قام شي سوي لما ينتج الفيلم ولا شي طبعا عنده بعدين رح اوصل معك هو ينتج انتاج مشترك يعني فيفا يدخل مع مؤسسات فرنسية تنتج له الحين رح نتكلم فيها لما نمشي بالخط مال هذا يا ميت شفت الفيلم ولا الصوت دولبي الصورة متحمضة مو بمصر بره فالنتيجة وايد حلوة فيلم المهاجر تسمح لك بس بوقتك شنو دولبي شنو هذا لا دولبي اللي هو النظام الصوت أنا عبالي شيء يديد لا لا قديم وايد دولبي من زمان طبعا عندهم من زمان من نورنصف اريبيا او قبل نورنصف اريبيا بالستينات وليش نسمعه بالسينما لما عندنا توة موضوع دولبي لا هو كان موجود بالسينما بس كانت التقنية مو موجودة بفلام العربية اوكي التقنية مو موجودة بفلام كان مونو بعدين شوية شم فيلم ستيريو بالغلط مونو سماعة واحدة الصوت ييكم بالسنتر ستيريو سماعتين دولبي يعني سيستم يعني على كل القاعة السماعات يقولون معاك الفيلم اللي هو السرام سيستم بالبيوت حاليا الحوارات دايما بالنص والموسيقى ما دري وين نسيت لها مكان الموسيقى لها الموسيقى لها شي بالسماعات وعاد بعدين هذي على قوتك اللي نسمع والله إذا الممثل قاعد يمشي سمع طق تريل سريال يمين يا يسار أو مثلا في اثنين قاع يسولفون هذه زين حكو الديوتي مثلا موجود حين بالألعاب موجود اثنين اذا قاع يسولفون أو واحد قاع يسولف لقطة عليه والشاشة هذه فكرة وفكرة الدينية حلو انت قل شي ثاني بعد كنت اللي بعلق عليه أكثر نسيته ولكن يلا ما أعلنه نسيت خلي نكمل الحين شنه هو انت قلت دولبي وقلت جملة ثانية عن الفيلم التحميض ايه يحمض برا ما يحمض بمصر المميز المميز ان هناك طريقة العناية بالفيلم مختلفة عن طريقة العناية في معامل ما بيقول بس مصر في المعامل العربية لأنه كان عندنا احنا معامل بالكويت ترى ايام قبل ايام التلفزيون بعد الغزو اندمرت هذه المعامل طريقة التحميض مالتهم مو نفس طريقة التحميض اللي موجودة في بره طريقة تحميضنا العادية هي اللي تطلع وشوشات وخرابيش تقريبا نعم لأن ما يعتني حيل بالفيلم فتطلع عندك هذه المشاكل مثلا ما تقول بره نظيف بره في عناية في طريقة هي رادة على الادمي اللي اللي قعي شقل المكينة لخلق ما لخلق وانت عاد كيفك فشاهين من زمان طاح الفيلم هذا فكان دائما يحمض بره يركز انه تحميض بره افضل للعناية بالفيلم الخام جميل اوعدك ما قطعك وايد لا لا اشتقطعني بالعكس عادي دخلنا جوا وحببني في يوسف شاهين يوم شفت الفيلم احمد الفيلم طبعا مقتبس من قصة سيدنا يوسف فيلم المهاجر وراح نقول بعدين انا ودي لما اروح هذا اقول لك ليش هو سوى انزين لما تيطال في مناظر في قصة يعني فيه بعدين البطل يطلع مثلا من قبيلته ويروح الى الفراعنة فتشوف فريمات تشوف حدوته تشنة مثل الافلام الامريكية الابك اللي هي نفس ذكرناهم هنا اللي هو الوصايا العاشر او بن هور الافلام هذه الافلام القديمة اللي هي الضخمة اللي فيها جيوش وفيها قصة ضخمة بطل وصراع مع امبراطورية بطل وصراع مع شذي وقصة حب وهذا فيلم عربي فيلم عربي ب94 ريال سوى تشوفه شي انا انبهرت فصار فصرت تعلقت بالريال هذا الريال ابا تابعه لانه عطاني نظرة غير النظرة اللي موجودة بالافلام مصرية الثانية اللي قاعدتها سواء عن حق مخرجين الباجين هذين اللي ذكرت اللي بعضهم ذكرت بساميهم مو تقليلا فيهم بس اهو اهو كان وايد اهو رايح منطقة ثانية اهو احسه وايد قاعدت حرش بأوروبا وحين راح اقول لك اهو يبصر عالمي اكثر من ربعة هذين اللي هم كانوا ارد وكرر مو تقليلا فيهم ما كان همهم وايد ان الاجنبي يحب افلامهم احنا خنبيع احنا نبيع ونسوي افلام وقاعدت سوونا افلام عظيمة ما تقدر تنكر انهم لهم جزء كبير من الموضوع بس لأ اهو قال اهو بينه وبين نفسه انا ابي الاجانب يسمعوننا ابي الاجانب يشوفوننا جميل خليشوفوننا احنا عندنا صوت فهمتني سنوصل صلاتنا ايه ليش انا سوفه فيلم بس انا وياك نشوفه صحيح خليشوفه اللي برا فهمت غصدي هذا كان ايه هذا كان همه اللي موجود نبلش من البداية بلش من بداية من هو يوسف شاهين يوسف شاهين اول شي الريال انولد 1926 الله انت ياه يب لنا واحد يعني مول فرعون الريال اخر اخر فيديوهات ما شاء الله رموشة نزلت او مرموشة هاذا اسمهم هذولي حواجب نزلوا حواجب نزلوا يعني ايه يعني وصل لمرحلة حلاص وصل لمرحلة ايه خلاص يعني عود اتخاص تبدئ الحواجب تطيح اقولك هذولي نزلوا ونزلوا خلاص ايه وتوفى 2008 حلو ستة وعشرين توفى 2008 حزبه سريعا شم عمره هذا عاش كثر اه اربعة وسبعين اثنين وثمانين ايه توفى عمره ثمانين بس ثمانين اثنين وثمانين سنة توفى انزلوا الريال من اسره مصرية مسيحية جميل حلو ابوه من اصول لبنانية حط بالك يعني هو اصلا لبناني ما هو مصري يعني قصدي مو مصري مصري يعني اي بس عندهم الجنسية المصرية انزلوا امه يونانية اصلا يونانية اي وعايشين باسكندرية هو راح يأكد لنا الحين المعلومة ليش وهو عنده اسكندرية وايد مهمة يعني يحب اسكندرية وعنده فيلم اسم اسكندرية ليه حين راح نمر عليه اسكندرية ليه اسكندرية ليه اسم الفيلم مدينة اسكندرية اطلعت طبعا هي مدينة على البحر اطلعت هي تضم وايد جناسي اوكي هي المدينة المصرية اللي فيها وايد جناسي وايد يونانيين هاجريين وعايشين فيها وايد مثلا خنقول لبنانيين وغيره 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 من العرب عايشين في الإسكندرية شنو السبب ما أدري لأن فيها بحر ما أدري هواها غير ما أدري فأهو من هالناس اللي أهله هاجروا وراحوا وسكنوا في الإسكندرية وطبعا خذوا الجنسية هذه سالفة مالة الأصل وهو عانى منها وايد أنت مو مصري أصلي هذه وايد تأذى منها وراح نتكلم ممكن أفلامه كانت تحارب لهذا السبب ليش سوى المهاجر المهاجر يتكلم عن شخص ياي من سيدنا يوسف لو تروح نتقصة سيدنا يوسف هو شخص ياي من مكان وراح إلى الفراعنة جميل وعاش معاه فكأنه مهاجر فهمت فهو اقتبس الحدوتة لأنه هناك كان يقولوله أنت مو منه أنت ياي من مكان ثاني فهو اقتبس وسوى فيلم المهاجر عشان يقول أنا حت له أنا حت له ياي بس أنا ترى تعلمت منكم واستفدت منكم وخلقت شيء أيضا ضفت شيء حقكم مسكين من الصوبين من الصوبين ما كلهوا فهذا اللي قاله في فيلم المهاجر اللي وايت صلفنا عنه بس لأنه أنا بالنسبة لي هذا واحد من أحلى أفلامها ومن أكثر أفلامها اللي واضحة ومفهومة اللي ممكن يتقبلها أي واحد ويقدر يشوفها الأخ شو معنى قصدك واضحة ومفهومة يعني صريح العبارة يعني هو وايد عنده سرد وترى عنده كان فيلم الأرض مفهوم ناصر صلاح الدين مفهوم عنده طريقة سرد وأشياء يبيوصلها وايد برجها عالي إذا بغرنا الحين يعني وايد حق مثقفين أنا ودي أقرب أي أحد هني بس أدري أنك رأتضحك علي فأوقف المقارنة لا 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 وشوش؟ لا بالغرابة يعني بالغرابة لا 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 هو مغريب والله العظيم حين وأنا بالعمر هذا لما أشوف أفلامه أنا فاهمه واش قاعد يسوي بس هو قاعد يسوي نفس طريقة الأفلام الأوروبية الفرنسية المجرية هذه اللغة والإيقاع والبناء مالها ما يمشي مع العرب وحزتها بعد أنت فاهمني شوف صح قال صح أنت اشتبي لا تعقد علينا الحياة نبي حين أنا بعد بديش لك لما نروح باب الحديد راح ندش خلنا أخذها وعدها واحدة وعد في كلام لا ما أودك تصال فيهم تفضل دش دخلوا أهلة طبعا أبوه محامي بس فاشل جدا كل القضايا يعني منه لأنه كل القضايا فاشلة اللي دشها أم ربة بيت عادية وعايشين حتى يعني عايشين باسكندرية اسكندرية وشقتهم على البحر شغل عدل عند أخت وعند أخو متوفي وعند معانات مع أخو المتوفي وعند يده داخل عايشة معاهم يحسون أن الأخو توفى وما كونهم مسيحيين والمسيحيين عادة عندهم أغراض فيها مثلا شبوب مثل شسم هذه اللي شبون يحطونها بالكيكة شمعات شمعات يحطوا رأي عبالي شي يديد ما أعرف بسايد قاعد أور لسم اللي يحفون عليها فظهر أخو هو أكبر منه شب يعني راح لعب بالنار وهذا واحترق اللي هو تابع يدته لا مو تابع يدته معاه أعضال يدته يدته متوفية وجدها مشمور لا 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 موجودة يدته موجودة بس أمه كانوا يشوفون أخوه إنه هو أفضل منه فكان عنده بعد عقدة اللي هي أنتوا شايفين دايماً أخوي وراح اللي تحسونه مبدع واللي كنتوا تحبونه موجود حتى كان يذكرها بفلام أسكندريالي ترى فيلم قاعد يتكلم عن نفسه فأنا قاعد أقول لك هذه أشياء ترى نفس سبيلبرغ شلون قاعد يصولف عن حياته يصولف عن حياته عن معناتها معقد كان يوسف عنده مشكلة عنده مشاكل معه وغالباً الكرياتيب والشاطر لازم في شيء حرك عشان تبدأ لازم دايماً في أشياء إيه دايماً دايماً أعتقد الجنون هذا موجود لازم لازم ومرغوب مرغوب طبعاً فحالتهم عادية بس دخلوا أهم مدرسة في إسكندريا سبب مدرسة فيكتوريا جميل أعتقد أنها متوسط وثنوية ترى مدرسة فيكتوريا هذي في منها كويتيين راحوا لها يعني راقية موجودة للحين أعتقد لحين موجودة أعتقد في إسكندريا معروفة هذي مدرسة فيكتوريا أقولك في شم كويتي راحوا طبعاً مو أنا وإنت يعني ناس توقع ليش ليش يعني مدرسة واصلة رابعان هارفرد هارفرد نعم مو هارفرد يعني قصدي راقية اي اي اوكي راقية أي ما نفعلها شيء يعني هذا شيء متربعين أرياك أنا وياك متربعين ما نروح متربعين على الغنب نزيد نزيد عشان أقول عشان أقول لك كثري المدرسة وايد قوية اللي أهم أهم شيء عندنا إنه ولدنا يتعلم وما ظل عندهم إلا هذا صح وعندهم ابنية نزيد وذاك احترق اي وذاك احترق فركزه وإنه هذا يبون يعلمونه زي اثناء هذه مراهقته الريال عند الحلم الأمريكي كان مو طبيعي الحلم الأمريكي اللي هي يروح يشوف أفلام يحب أفلام السينما بس يحب أي نوع من أفلام يحب الأفلام الاستعراضية الغنائية ويحب ممثل اسمه جين كيلي جين كيلي هذا معروف اللي هو أهم فيلم عنده اللي هو سنكينغ انذرين اللي يمشي على المطر ويدور على العامود أهم سنكينغ انذرين هو أيام المراحقة تم عناتها سنكينغ انذرين 1800 الفيلم بل أربعينات بل أربعينات حلو بس اللغة مشهورة مشهورة أنا حينتوني غنيتها مايشون غنيتها معروف معروف الفيلم جميل ليش ما تعرفه نحطها نحطها مشهور هذا جين كيلي هو شقة حتى في فيلم من الأفلام اسمه اليوم السادس حط مثل سوى مشهد تحية حق جين كيلي راح نمر عليها راح أقول لك عليها فكان يشوف نفسه في جين كيلي والأفلام الاستعراضية والغنائية الحلو فيها دايما تدعو إلى الحرية صح تدعو معنا مواضيع مختلفة بس دايما تدعو إنه الله أنا محد يقدر يكذبني أبي أسول لي أبي عطني مطر قط علي مطر وأرقص بعامود أنت فاهمني بدون مظلة بدون مظلة دايما تدعو إلى الحرية يعني تحس أنه دايما كل قيود تقصصها قصدي تشققها صح فأهو أمبين أن أفلام القناعية رايحة يعني حابة من هالباب لأنه كان عنده قيود عائلة فقيرة لما يروح للمدرسة يحس نفسه هو ناقص كل ربعي عيال ذوات أنا جديد وحيد اللي هالي مدخليني بس أنا مو قادر يعني ما أقدر أواكب الموضوع فاهمتني جميل الحب مالا حب أن يكون ممثل مو مخرج في البداية وهو صغير يبي يصير ممثل يبي يصير جين كيلي نزين ويحب شكس هذا جون كيلي جين كيلي جين كيلي ايه معروف ممثل ولا أخر ممثل أفلام ميوزيكل اللي يرقص واللي هذا نظام تعرف اللي تققون بريولهم ملوك هذولي ايه العصلي وخوش يعني واق وصوته حلو جميل يعني روح يبحث أن خوش شسمه ايه ويلد كيلي ويلد كيلي طبعا يحب شكسبير وتدري يا هذولي بعد الجماعة لما أنت أقعد اوكي لما لا أخلي الكاميرا عليك على أقعد ما بيطلع الشرف توا كمل يحب شكسبير الريال وحيل ويحب مسرحية حاملة تحديدا وكان عنده حلم لما صار مخرج أنه يسوي هاملة بالعربي أنا آسف هاملة معروف الاسم مسرحية هاملة شنو مسرحية هاملة شوف للأمانة عشان لا أنحرج معاك تكفى قول لي ما عرف تكفى عشان ممروحي أنا عرف المسرحية هي واحدة من أهم مسرحيات شيكسبير للأمانة أنا لأنه مو مهتم ويد بالمسرح عشان الناس بس يعرفون أنه ما عندي ويد اهتمام بالمسرح إن زين ما عندي ما عندي حيل فكرة عن القصة بس اللي يعرفه عن حدوتة القصة إن شاء الله ما أكون غلطان هاملة هو شخص يتوفى أبوه وعمه بس طبعا هاملة يكون واحد قائد أو يعني من عائلة يعني شبيرة في بريطانيا كقصة هي أبوه يتوفى وعمه يتحكم في الورث والأمور هذي ف جميل ينتقم من عمه لأنه يكتشف بعدين أنه اللي قتل أبوه حدوثة اجتماعية لين كينج حولو حدوثة اجتماعية ومنتشرة وهو يحبها فتقدر تسويها مثلا كان وده مثلا بس أنا قاعد تخيل هو كان وده يسويها يقدر يسويها مثلا في الصعيد نفس الفكرة صح لأن القصة تقدر فلاح وأبو وعم نحن تقدر تسويها نعم تقدر تسويها بس ما قدر يسوي القصة ليش ما أدري يعني شنو الأسباب ما أدري أنزيل حولو ويجب يصير ممثل ويجب يصير ممثل ما ييتصير ممثل سوى تجارب بايت في المدرسة نفسها أن يشيوا مسرحيات باقت بالفشل يضحكون عليه للطلبة لما هذا الريال ممترقع وهو مبينة من الشرح الشخصية أنه عنده ضعف في الشخصية شخصية مهزودة على كل الأشياء اللي قاعد تصير تعبان تعبان ويلاحظ أنه يطلع من القيود اللي موجودة وش قلت لك أنا تقولي أنه ظروف أهلة مو طبيعية صح فقر فقر يعني بس فقر فقر مو الفقر اللي هم يعني مقادرين يأكلون عايشين بالنسبة حق الشريحة يعني لو يابون سيارة ما يقدر يطلق سيارة لو يابون يسافر ما يقدر يسافر بس يعيش خلنا أكل يعني فهمت عيشة عادية جدا يعني ما في متعة الحياة ما تقدر تستمتع بحياتها أحلى الحياة نعاش تذي أصلا والله ما عدري يا أحمد بس الناس يدهب موك يعني ما تقدر ما بيوديك مكان ثاني ولكن كفلسفة عامة أنت واصل مرحلة هي أفضل ليش لأنه يكون عندك تحديات في الحياة ما تكون الحياة سهلة يمكن أنت عندك أشياء قاعدة شغلك بحياتك نرجع حق يوسف شاهين أهلة سووا المستحيل عشان يدبروا له أو فلوس يقدر يسافر ويدرس في كلية بسدينة في أمريكا حول تخيل كلية بسدينة من أهم كليات الفنون في أمريكا وقدروا ما بين شنو عندهم من فلوس وشم قضية يترافع أبو فيها يقدر بداش شم قضية خسرانة قدر يأخذ فلوس أبو أمه يمعت مني ومناك يرانهم تخيل يعني من كثر ما هم حيل هذا يارتها عطتها ما دري شنو جميل تعاونه قدروا يسافرون شاهين إلى كلية بسدينة في أمريكا يتعلم فنون المسرح حول تحقق حلمه ايه راح درس ورجع نحن هو ممثل مفرد يرجع ممثل شان يقلب الرأيان شلون قلب يوم رجع يعرف لمدير تصوير إيطالي عشان ولازم للمعلومة يا جماعة الخير أن السينما قاعد نتكلم احنا الحين لما رجع شنو بدقول يا سلام شكرا على الموافقة قاعد نتكلم في مصر في الأربعينات والخمسينات وبداية الستينات كانوا طواقم التصوير اللي هم الناس اللي ورا الكاميرا جميل كلهم أجانب أغلبهم أجانب في صناعة السينما المصرية حلو 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 قمت تخاف قمت تخاف من هركة علاء لما شوفه يقوم أخاف زين وفي منهم وايد ناس عايشين بالإسكندرية وذكرنا تون قبل شوي أن الإسكندرية فيها جناسي وايد من العالم تستقطب جميع الجنسيات فطبيعي إن شاهين يعرف ناس إيطاليين يونانيين وهذا فهذا الشخص آمن بموهبة شاهين وهو اللي خلاه يتجه إنه يبني خلك مخرج مخرج شاف إنه هو يفهم خلك من هالمسخرة ما تصلح لك خلك مخرج ويمكن شاف إنه شاهين مو ممثل زين أو يمكن يعلم من هالمبدأ إيه يعني إيه يعني شأنه ما يصلح لك شأنه مو زين كممثل يعني فأنت جرر مخرج إيه لأنه هو أخرج مسرحياته اللي ما توفق فيها في المدرسة آه أوكي تمام؟ أخرج وعنده روح الإدارة وهذا وفنان موهوب فيحس إنه ولاحظ إنه هذا مصور يعني الموضوع البصري اشتبك اللي إن هذا مصور يطالب دي بيه المصور هو اللي اقترح عليه إنه يكون مخرج اوه اقترح عليه حلو دخل إلى عالم السينما بدون لا يبتدي من الصفر سيده أخرج فيلم يعني هذا شنو مصور قوي وهذا وسطتة إيطاليا شنو مصور قوي لازم يقول اسمه معنا صعب نتقذف والله اسمه وائد صعب حاولت إيه لا لم بلا اسم أخذ الفيزي أور فانيلي فانيلي بعنيه يعني الفيزي اسمه على طول ايه فضبط الريال يوسف شاهين يوسف شاهين خنقول الحين في الخمسينات 1950 سوا فيلم اسمه بابا أمين بابا أمين فيلم فانتازي خيالي لاحظ إنه دايما القصص الخيالية الفانتازية قبل دايما واحد يموت ويرجع ويشوف مثلا أقرباء أهلة لاحظ إن هذه القصص وايد موجودة قبل وايد متكررة قبل إنه لما واحد يموت شنو بيصير في عيالي فهذه قصة أب يتوفى ويشوف عياله شنون يتصرفون مع الديون مالته مع الأمور هذي اللي تصير مع عياله منه اللي بيطمع في بنته منه خوش مسيج كان قبل هذا أكيد أكيد مول بساطة الحلوة مالت قبل هذي يعني حتى من باب عمق هذا خليك تفكر أنت كواحد ما عندك مدخلات وايد بالتفزيون مجرد فيلم بين فترة فترة خليك تفكر بحياتك ش تسوي عشان بالمستقبل تراحة بالك لو تركز إذاعة سينما التلفزيون لاحين هنا ما دش التلفزيون دش بس ستينات بالخمسينات ماكو تلفزيون فكان في إذاعة سينما أتوقع فيه بس مملون عند أمريكا عند هناك بس مايانا ستينات تلون لاحين مايانا ما توقع أنه وصل أخرج عمره 24 سنة شوف يعني ماكو رجع من الجامعة على طول ماكو يعني ونجح بابا أمين نجح معاه خوش ممثلين من ضمنهم وشارك ويال فريد شوقي وفاتي حمامة صغيرة ها لطالي شارك بالكروف هو مدير التصوير ايه مو قاعد أقولك لطالي ضبط الحياة ايه ضبط المزارك الله ضبط الدنيا عدل يعني جميل شوف توافيد جسو نعم ابن النيل الفيلم اللي بعده سوا سنة 1951 هم مصورنا نفسه ويا يا لا أمورها طيبة اكتشف شكري سرحان ممثل مهم وايد وهني او هذا ثاني فيلم له الريال قلت لك الريال مو قاعد يفكر هنا انا ما بيهني سيدا شارك فيه مهرجان كان بذاك الوقت هذا ثاني فيلم له نعم ثاني فيلم له مشارك بكان ايه عنده هاجس عالي في انه يبقى انا ما بي انا بي انا بي اوصل ليش طبعا انت حين لو تفكر فيها خم فكر ليش عنده الهاجس ريال عايش بالاسكندرية كله أجانب يعني مو كله أجانب قصدي حوله يونانيين وايطاليين وما يمنوا فصار يحس ان انا بيكلم هالناس اللي انا عشت معاهم يعني فاهمني هو يبي تواصل مع هذي عن طريق انه يوصل العالمية بالضبط لكن لو تيشيك على المخرجين الثانيين ما اعتقد انهم اغلبهم مو سكندرانيين يعني فوضعهم مختلف عشان شي ما كان عندهم الهاجس ماله صح عشان شي حين نبتد نعرف النواية اهل البلد اهل البلد عشان شذيء هو كان عليه نقد وايد كبير ان انت ليش مو قاعد تكلمنا تقاعد تكلمهم فاهمتني يعني مباح النقد اللي كان عليه جدا لما عرض الفيلم هناك في صالة العرض يقول لك بدأ الفيلم ما قدر كان يطلع قاعد باللوبي مو قادر وهذا خوف مزعج مرة مرة فيها دائما انت سويت شي تخاف ان انت تشوفها مع الناس تخاف تسمع كلمة تخاف ما شنو شذي خطر اضر اتشثح حولو باللوبي لين خلص اه مدخن يوسف شاهين اي جدا اوه ياكل زقاير ياكل زقاير مات 82 سنة اي شفت انا كشفت زقاير طول وعمر تصدق هذا الحش اللي وراه اللي يقولونه ترى هذا الحش ما اعتقد انه يتصدق طلع حاجي فاضي اي وراء اقول لك هذول ينزلوا حواجبا نزلوا هذا شو فاضي اعراض تبخين يعني انتش قاعد تقول اي هذي اعراض التشثيح انزل طبعا قصة ابن النيل حدوتة واحد اي ويبيروح المدينة يعني واحد من العقورة اللي موجودة في مصر ويروح المدينة دايما ايضا هذي الافلام وايد كانت موجودة قبل في مصر اللي هي الفلاح اللي يطلع من مدينته ويطلع من خنقول الفيش اوتووتر على قولاتهم اوتووتر صعيدي في الجامعة الامريكية ان هذي كانت موجودة وحس ان هذه القصة ان شلون لما الواحد فلاح يروح المدينة وشلون يشوف المدينة وهو مفاهم لحظة سيارات مدري شلو حس ان هذه القصة لو توديها برا يشوفون ان شوفوا المصريين اللي هدوا قراهم وراحوا الى شوفوا معانات المصريين شوفوا هذي السال حس ان اوه انا اقدر اكلم فيها الاجانب جميل وهالسؤال في حبونها الاجانب ان يشوفون اوه طاعم مثل اللي عنده معانات كبيرة لما كان يروح طبعا لانه وايد يروح كان وايد يروح مهرجانات برا ان هما على بالهم ان احنا لحين عندنا بعارين وعندنا بير نفط بروحنا وشي قاعد نطالع ترى ايه معارفين شو نزوي فيه تعالوا بريطانيا يخلو هذه واحدة من السوالف اللي قالها خالد الصديق المخرج اللي هو مخرج بس يا بحر لما راح ودى الفيلم احد المهرجانات ففي من الاجانب قاعد يسمعهم واحد اثنين سوالفون هو واقف قاعد بحر يدخن وشي بس قاعد يسمع ما يدون انه هو المخرج فيقولون هذا الفيلم الكويتي شكله ورابير نفط تقول لا لا يا جماعة لف لهم قالهم لا 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 ترى هذا انتاجي ما لا شغل النفط بالموضوع ترى تفكيركم وايد استيروتايب وما لا داعي وكلش اللي قاعد تقولونها حيل غلط عدام العمال ايه لا لا ما لا شغل يعني فهما شوف تفكيرهم شوف تفكيرهم وين لالحين موجود التفكير للاسف للاسف وهم على بالهم قاعد اقول لك احنا ببيوتنا عندنا فوق الهوز نغسل بنفط ازاي شوى فيلم ثاني ما يدرون ترسنا قروض واقصاد شفتش مو قاعد اقول لك انا وياك مجزة فكتوريا ما ننفع المهرج الكبير شنو هذا المهرج الكبير هني هذا تقريبا اول فيلم غنائي حقه قلت لك وهذا حبه ايه الافلام الغنائية عشقه من البداية انه يشارك بكلهم الغنائية سوا مع يوسف بي وهبي تعرفها يوسف يوسف وهبي يوسف بي وهبي لا هو بي وهبي لانه بي ايه اوك اعرفها الحدي انزين يوسف وهبي هذا واحد من الممثلين القشران المسرحيين شو بلي اللي ازايك يا احمد كله شي يتكلم والله اشوف هال اسم احمد يقناعي هاللهجة هالعميد المسرح بس شو بلي شو تحجل انا ودي حط لقطة عنا وبشوف يوسف وهبي واحد من العتاولة ملوت المسرح حولو اي اداء ادائيات اي بلي اي حاتيك شو ذي تحس خد طائح ايه معاه فاتن حمامة فيلم ترواي دقنت نمر رح نبح لحلقه نكمل ايه بس عادي عادي انا بالنهاي اش حق نالي ميتين راح اتوفه لا لا وليش هو يقلدونه اساسا روح شوف اكتب تقليد يوسف وهبي راح تلاقي وايد ناس جميل يوسف وهبي فاتن حمامة لاحظنا فاتن حمامة موجودة راح تلاقي انها وايد مثلوية حولو اه فيلم غنائي واحد يتزوج واحدة صغيرة وكلها بالقصر وتعرف اللي يغني والخدم ملوته يرقصون تعرف هذا نوع الفلام الكلاسيكية القديمة اللي هذا بس روح شوف الاستعراض قايح حاول يقلد الاشياء اللي هو تأثر فيها ومع انه قصة حيل بسيطة لاحظ انا شنو سميت الفقرة هذي او الهذي البداية الغير واضحة اللي هي الحين اللي كلها بتكلم في اللي هي دارس تمثيل وراح أفرج فيلم اي 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 بعدين فيلم غنائي بالضبط سميتها البداية الغير واضحة يعني لالحين هو لاحظ ابن النيل بابا امين لحين غير فنتازيا فيلم واقعي فيلم غنائي لحظة لحين ممركز ما في ما في اش اسمه بس يبيعيش يبي يشتغل اه اين وخمسين ما شاء الله نفس السنة قبل عادي يسوون فيلمين من نفس السنة يمدي اطول كانت سنة يصج مال ماكو شي سوى فيلم اسمه سيدة القطار مع ليلى مراد لاحظ لالحين احنا غنائي هذا فيلم تعرف نظام الافلام اللي مره يبلش بمره يصر معها شي يخطف مثلا ولدها وبعدين تكبر وترجع الدور الولد مثلا فهمت هذه الافلام القديمة اللي هي فيها يسمونها ميلو دراما اللي هي آخر شي رح تلاقيه وكل شي بس تكم نفس الافلام الهندية فيها نفس العواطف فيها عواطف وايد وفيها اغامي ف اوه زاد زاد صوت زاد زين شد سيطونين هالمرة ليلة مراد تعرفها ليلة مراد شو ما عرفها اي ليلة بي مراد لا لا مو بي البي حق الريان اوكي ولا ولا قوة الله ليلة شو شابون ليلة مراد ايه شنو الغنية الشهيرة اه بتاعت ليلة مراد او رحنا 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 لا 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 البي دليلي البي دليلي ايه اللي حتحبي ايه شل شون بعدها سوا فيلم كوميدي بس مرور كرام اسمه نساء بلا رجال كوميديا افلام كوميديا هذي خفيفة شوف لاحظ ما يدري شبي اي اي لا الحين لا الحين هو قاعد يشتغل خلنشتغل اوكي سوا فيلم اسمه صراع في الوادي اهني اكتشف عمر الشريف اوه هو اكتشف عمر الشريف اي يعني عمر الشريف صاده وهو يدور نوع معينين من الاشخاص شكل شهدين في شكل عنده معيني دوره اي وفاتن حمامة معه ام ازيين اهني طبعا اتوقع قبل الله يتزوجون اتوقع يعني القصة صراع اغنية وفقراء على محاصيل زراعية حول البطل حمها دي متكررة اي متكررة البطل يحب بنت الغني اللي هو عنده صراع مع مزارع البطل وبوه اي بنت الخباز بنت الخباز بادرها بادرها اي العطفة 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 هذا صراع في الوادي نمر شيطان الصحراء هذا فيلم اوه ما يحبه بالمرة اوه شخصيا اوه ما يحبه ولا يذكره سواء مع عمر الشريف فيلم شدي سيوف وكنز وخرابيط يعني وايد خرابيط فعلا لما شفته اكتشفت ان الفيلم مسلوق سلقة على كيف كيفك يعني حتى المعارك خايصة والمعارك من كثر ما مبين هما مصورين بطيء يعني يعني طيق اتوقع الطيق شدي فهموا وايد مسلعين الطيق يعني ولو يعني مبين اوه كنا مقصوب انه يسويه ما يحبه هو ما يحبه فمرور كرام هذا يعني فشل هذا ايه لا تشوفوني يقول تكفى لا تشوفوني تكفى لا تلاحظ يشوفه يعني تخيل بعد بعد مجموعة من الافلام فلاحظ انت ما يحبه لو انت تسوي شيء زين ترى انت ممكن يجيك وقت ظروف تييك كفنان او كصانع طبيعي تسوي شيء بايخ يعني ممكن على قولتك لقمة العيش ايه لقمة عيش اوه نبين يعني هذا قبله قبله بس ظاهر المنتج يعني ايه شوية يعني استعي الحيل بالفلم صراع في الميناء لاحظ عندنا صراع في الوادي صراع في الميناء نفس القروب عمر الشريف فاتن حمامة بس ياب احمد رمزي حول احمد رمزي تعرف انت خو اي هذا ما تعرف اشكل طعت علي والله طعت اذا انت شرح لي لش قرأ لغة الجسد ماتي اذا عرفه ولا ما عرفه فاته الشاسة يعني احمد رمزي معروف قلولي ياها يعني احمد رمزي لا لا خلاص اوكي اوكي لا والله لا انطل بتدور منه بدور بعد بعد زمن يديد عرفت ليش مالا داعي تابع فعلا ما يدور كاميراتنا زينة اه خايف عفوا قلت لي منه احمد رمزي احمد رمزي يعني الاسم مار علي بس اني اطق اذهب اي هذا معروف احمد رمزي والله ولا عرفه عرفه هو كبير ايه كبير تعرفه هو كبير ايه عرفه هو كبير ما عرفه هو صغير شي واي هو صغير اه حلو عرفته ونعومه حلو احمد رمزي ايه احنا شغلنا تونه انا ايبلي رجدي اباضة اي اي اباضة بعد مو اباضة ما 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 اشتغلوا مع اباض ايه صرع على حب بنت انزين عمر الشريف يشتغل بالمينة بالاسكندرية الفيلم هذا بالاسكندرية يشتغل بالمينة بحار وشذي حركات ويحب لابنية واحمد رمزي ولد واحد غني وصرع على حب هذي البنية اللي تشتغل تبيع شغلات بالمينة ها اوكي ده لا لا معلك ده علي ايجا 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 لا تحاتي لا تحاتي ايجا هذا الفيلم هذا الفيلم اللي هو كان تقريبا نفس الفيلم اللي قابل بس يعيقول لك اختلف الموضوع هناك صراع بين باشا يعني او قصدي غني يبي يبي محاصيل وشذي والفلاحين هني صراع حب على بنت ما بين ولد ورابعهم رابع لاحظ انهم رابع انهم اصدقاء اساسا حولو بس هذك هني وهذا فقير يشتغل بالمينة اوكي لاحظ ان كل القصص الان جدا بسيطة جدا كلاسيكية مصرية سابقة انت توقع مرة عليك مليون مرة وليه فترة اخيرة انت قتكلم لحنا على الخمسينات صح هذه حين خمسينات لتسعينات وانا شوفها الافلام اي قاعد اقول لك بالنهاية هذه على قولتهم القصص ودي اعرفها لحنا قاعد ادورها هذه اللي بدائما نقول لك ان الحبكات لها عدد معين لها توزيعات ودي قاعد ادور الحبكات هذه لان انا بعرف انا تقدر تسويها انت ماسك اي 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 داود على حسب ابتلاعي حبكات اللي دائما تنذكر دائما تكون موجودة بالافلام انزي داش مع اخونا فريد لاطرش تعرف فريد لاطرش اكيد اعرف وسوى معاه فيلم اسمه ودعت حبك ما تعرفه فريد لاطرش فنان سوري مونت دائما لازم تقول بعد ما يستد يا الجيل الجديد فريد لاطرش حتى الجيل غير الله بالخير حتى الجيل غير ليش عبالك الكل يتابع السينما المصرية لا فريد لاطرش مطرب خلك من السينما صح يا جماعة الخير شو شون فضحت ايه يا جماعة الخير اللي ما يعرف وانت اطالعنا ها لا 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 يعني لاحظة لابا تحرجة زيادة لا لا انا اقول لك لا يعني مسي عارف بدل انطوئ لا 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 اقعد لا شون بدران عادي عندها انت حدك عادي بدران انت بعد نفس الخشة نفس ايه شبيه شبيه ايه فريد لاطرش فريد لاطرش ما يحب اني اشابها ما ادري احس احس سيليش يعني واي يدحاش رويهي بالكومنتات عنده وشي مايردا اوكي اوكي كيف كنتو تنيازون توقع انت صلوا والله وستين نعم بدران لازم هي بدران ايه وانا هذي أسومشن مني ايه ما قابلت رياضي لازم تقابل رياضي أنا قاعد صعوب الثاني سوي مقابلة لا تخلينا سؤال بحال ريال مامون عليه خلاص 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 ديش مع فريد لاطراش فريد لاطراش كان هو ينتج أفلامه بنفسه فسوى فيلم معه فيلم قنائي بيور ودايما من الثنائي ففريد لاطراش مو مغني بس مطرب مطرب سوري بس عايش في مصر بس كان يسوي أفلام؟ ولا بس يغني بفلام يغني بفلام طبعا ليش يسوي أفلام؟ لازم تفهم نقطة قبل الأفلام كانت تتسوق لك وايد لما تنتج فيلم انت تدري ان بعدها رح تيك حفلات ففريد لاطراش ينتج أفلام أفلام فريد لاطراش تقدم بالبداية خالصين مني جميل منه كانت الثنائية اللي دايما نوية فريد لاطراش شادية شادية هم بعد ممثلة الضحك توانس كوميديا وصوتها هم حلو خلص ودأت حبك بعدين سوى فيلم اللي هو اشتهر أكثر من الفيلم اللي قبل اسمه انت حبيبي وفيه غنية مشهورة جدا أبي أسمعكم إياها ممكن؟ اليوم غير يا جمعان اليوم نقدر لماذا لا أقوم بعمل لكي دخلنا رحنا جوا اسمع هذا ما يحدث؟ يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام يا سلام على هذه غنية مشهورة واتي ومكتب لك خلص يرده أنا أحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك يا أجل خلص late خلص يدو كلها جملة واحدة قصة اثنين نتزوجون قصب ونجرة حول هم كل واحد مليون مرة شايفين هل راي كل يوم نأمثلة غير نفس المثال اليوم في صوت اليوم راح نسمع نسمع الشياء اليوم في موتاج لايف فالفيلم هذا ضرب وحق فريد وشادية والاغنية هذي وايد مشهورة بس هو ما يحب هذي الأفلام لما يسولفون معاه للحين هو يقول هذا ما رأي أسوي كذي بس الحياة اضطرته أن يسوي كذي في قصة على قولتهم ضريفة عن فريد لطرش مع شاهين فيلم هذا انت حبيبي اللي هو ما ليسالهم على حبي حبك في كذي غنية لما خلصوا الفيلم فريد لطرش عنده قاعد يوزنون الفيلم أفلام البكرات شو شو سالفة غريبة بس اي تصير ذاك الوقت منتالتي غير أو العقلية كانت مختلفة وزنوا كان يقولوا لي وزن الأفلام أو البكرات كلهم على بعض هالكثر ما دريت شم سراحة شين هو أنا فيلمي لازم يكون هالكثر أفلامي لازم تكون وزنها هالكثر يعني هو ما جاب يابي أكثر يابي أكثر شان شاهين يقول لها شور شور يعني؟ قال ما أقدبر نفسك حط لي رول فاضي آخر شي ايه مثلا فعلا اسمع مو رول فاضي شان يفكروني فكروني فكروني فكرون شان يقول لها خلاص عندك اغنية نصورها اه يلا طلع اغنية سوى اغنية وفعلا راح وصورها اغنية شن كلب صغير يطلع بنص الفيلم ما لا شغل بالأحداث حلو بس عشان يزيد الفيلم عشان يزيد هذا وتصير الوزن شوف شوف الموضوع قل الله شليش فريد ما كان في سر في وزن البكرات لا لا ما كان سر اغفشخرة اغفشخرة ان انا كذي ان انا بكرات امية كيلو فوق انتقيسها على اي شي ممكن الحين يعني حين لو تشوف اي ملوت سوشال ميديا مثلا مثلا يبقوا تصور مع اي واحد صور مع ابنية سوشال ميديا واحدة من اذول مشاهير حلو انا لاحظت ان في بعضهم اذا صورتوا اياهم مو انا طبعا انها تشيك على الصورة اللي هي بكامرتك انتا مصورة تقولك اي 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 هاذي حطها لا تحط هذه اي اي حط هذه نفس الشي اي بس تيسها على فريد لا طرش وزن الفيلم ترى نفس الفكرة انه هو سوى الفيلم وما لا شغل سويت الفيلم بس لا انا بلما يروح الصلاة انا انا فيلمي وشيلونا اربعة نفس الفكرة ترى موضوع وايد غريب صح فريد لا طرش نفس الفشري والمهم القصة مو مهم من وزن الفيلم بس فريد لا طرش حنك وسوى لصور لغنية بالبر وشيلونا يعني هم طالعين ببر ويقنون مع جماعة شيلونا بدو بس تحسها ما لها شغل لا 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 هي صار شي بالفيلم طب بعدين طفل فجأة فجأة شي دش ما لها شغل بس الناس قبل مشاهدين الله وناس لانا الاغاني تعتبر بلوك راحة حتة بالفلام هندية تعتبر بلوك راحة من القصة شوية صح تريح وتريح شوية اوكي ثمانية وخمسين بس حلو هذه معلومة الوزن ايه هذا شي غريب شي غريب نبحث فيها اكثر ونشوف شو وضع الوزن الحين نروح حق الفيلم اللي سبب مشكلة كبيرة عنده بس بعدين صار شي مو طبيعي باب الحديد فيلم باب الحديد فيلم باب الحديد احنا اي سنة الحين عشان ثمانية وخمسين ثمانية وخمسين اه لا احبا طول بالخمسينات اي 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 لاحظوا انه شقال يعني معنا يعني 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 مخرج شقال بس ما كان وايد ما كان يعني ربعة ما شاء الله مبينين اوه لا لا الحين هو لي انشاء ممثومة والممثومة لا 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 قاعد يعمل طبيعي قاعد يعمل الافلام الكلاسيكية الطبيعية اللي تناسب ذاك الوقت ميوزيكال ميوزيكال كان مشهور ايه عاد لكن هنا ايه في كسرة صارت غريبة الفيلم يتكلم عن إناوي أو قناوي اسمه اسمه باب الحديد باب الحديد هي محطة غطار موجودة في مصر مشهورة اسمه قناوي إناوي عشان تيك عقول كياب المصري اسمه اسم شخصية البطل داخل القصة اسمها إناوي مالة فيلم باب الحديد هذا شنو بش أحس لها معنى الإناوي لا 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 لها معنى اسم الريال اسم؟ اي في غنية شيء يمنية لا القناوي إناوي هذا غير شيء ثاني انتش فيك تودينا لك الصور مخي مخي هذا مو مو يمنية أنا واحد شنو أكتري مقنيها اي يعني مو مو يمنية أذكرها أنا أذكرها كلمات الغنية يا أخي وين أكتريها؟ ما عدري بس أقل لي أذكرها أكتريها أتخلوا حين لحد شيء أجماعي دشوا اليوديوب كتبوا القناوي ياوي ياوي القناوي ياوي شفت شلون؟ والي اي وين هذا؟ ما عدري من أولياء اه فاسم هو أنا مصر أنه هو أكيد لقب اي يعني مثلا ما عدري عادة بس أنا ما راح يخدم حوارنا فانكمل 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 أفهم أحمد تفضل معلش سمع لا 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 عادة حبيت أشارك بس بالقناوي عادة قلنا باب الحديد هي محطة غطار موجودة في مصر والاسم يعني منتمي حق المحطة وهي قصة داخل المحطة عن هذا الرجل اللي اسمه على قولتك إناوي ياوي ياوي توق الاناوي ياوي انزين إناوي مثل دوره شاهن يوسف شاهن هو المخرج هو المخرج ومثل الدور خوش سالفة قالها أنه كان فيه ممثل ثاني بمثل بس ظاهر أنه هو شاف شكله يعني ما يناسب الدور وهو أخذ الدور يبي مثله وأتقنه وكان شخص يعرج يعني كان الكاركتر أنه واحد يعرج وهو كان يبيع جرائد داخل يعني قصة واحد يبيع جرائد داخل المحطة عفوا الفيلم عن البطل هذا بطل هذا فهو خذى بطولة يعني هو أخرج الفيلم هو البطولة لكن المشكلة أن الفيلم فيه فريد شوقي وفيه هندرستو فلما حطوا البوستر يوم خلصوا الفيلم وحطوا همهم بالبوستر وهو موجود يعني شوية صغير الناس اللي متعودة على فريد شوقي وهندرستو متوقعين أيون جشون الفيلم فريد شوقي راح يكفخ ناس فهندرستو راح ترقص أو راح تسوي أمورها الدلعية لأن هندرستو قبل كانت شيء رمز للدلع يعني الدلع والجمال والأمور هذي كلها لما داشتو الفيلم القصة عن هذا شواء القصة عن هذا هذول يعني موجودين كشخصيات لهم وضعهم بس شخصيات جانبية هذا الرئيسي هذا الرئيسي صارت لوية بالسينما ويقال أن السينما كان الناس تهاوش أردوا تذاكرنا من هالحاجة فشل فشل ذريع الفيلم رشح إلى واحد من المهرجانات العالمية صراحة ما أدري شنو المهرجان يقال أن برلين في ألمانيا هو ما راح ما قدر يسافر كان عنده مشروع ثاني قايا يشتغل عليه فما راح حال دقوا عليه من هذا في أحد دره أنه هو رشح لي جائزة التمثيل وهو جميل ولكن لأنه لا يعرفون حجبة الجائزة ليش لأنه توقع وأن الشخص هذا أعرج بالحقيقة يوسف شاهين مثل دور واحد أعرج الفيلم ترشح شارك هناك وجائزة التمثيل هو رشح إلى أنه يكون واحد من المرشحين لجائزة التمثيل كان راح يأخذها احجبوها ما أدري من يقال لهم أنه ترى الريال نفسه اللي مثل الدور ترى عريصج وليس عريصج ليش لو كان عريصج ما تعطونه ولما تعطونه إذا أنت ما في كل هذا وسويته وأتقنته تستهل الجائزة لكن إذا أنت صج أعرج أنت ما زويت شي ما زويت شي وراحت من الفصل بس شارك وشارك شارك على قولتك الفيلم هذا تخيل بعد ما نعرض بعدين بالتلفزيون صار من أهم الأفلام المصرية من أهم أمية فيلم مصري بعد دش بقائمة هذا اللي سوه هذا باب الحديد صار من أهم الأفلام المصرية بعد ما نعرض بالتلفزيون ونعاد ونعاد وجيل عن جيل قاعد يطلع فتبتدي فتبتدي الأجيال لحظة هذا فيلم زين تيجي لحظة فيلم زين هذا سابق عصر ايه مثلا بوشارت سابق المو من القصة هذا قاعد تتكلم عن شيء وايد نحن ما ننتبه له وهو يعني يعني ما يشون وشل يخلي فيلم زين انت شايف الفيلم أنا شفت الفيلم شل يخلي فيلم زين ركز أول مرة تشوف خنقول ما بيقول أول مرة لكن هو ركز انه قاعد يتكلم عن هالضعفاء هذول اللي موجودين في المحطات اللي انت ممكن تروح تلاقي واحد هوملس ولا شيء انت ما تدري شنو قصته انت تمر يما مروا كرام تمر مروا كرام بس انت ما تدري شنو قصته هني قال لك لحظة اصبر ما بي فريد شوقي اللي هو شيال ولا هندرستم اللي تبيع بيبسي هذول مرتاحين شوية أنا بكلمك عن هذا اللي عري هذا ووريك هذا شنو معاناته انترستي فعشان شذي الفيلم فراح مكان يديد خنجو ذاك الوقت سنة مصرية لان اش لاحظ انت الجمهور يا اي شنو بيشوف بيشوف طج ويبيركس ودلع ويكفخ ويجز ناس وهذي تنطرن تنطرن ترقص على على أغنية موجودة بالنص اسمها ناطر ساند فكت ترقص مثلا بالنص على أغنية معينة لان شنو بالنهاية الجمهور ذاك الوقت أنا مغلق شغل أسبوع كامل أبي ويكند أبي أستانس تيت ذكرني بشيء أشوفه يوميا فأعتقد هذا منطقي المبدأ ثمانية وخمسين أيضا يا أخوي لاحظ ان الجماعة يسوون فيلمين بالسنة شقا سوى فيلم اسمه جميلة جميلة مع الفنانة ماجدة معروفة فنانة ماجدة ما بيأسئلك لا لا معروفة ما أنا داعي تسألني الفيلم عن قصة الثائرة الجزائرية تبتشوف تبتدور عادي عادي خلاص وياك وياك والله وياك قول ماجدة 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 الصباح معروفة ماجدة معروفة واحدة من جميلات الكلاسيكيات المصرية ها يلا ازي ما عرفته اوكي بس رجل طلال لشيطان كمل ايه تفضل 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 صديقي ايه سوى فيلم عن ثائرة جميلة بحيرد بحيرد بحريد بسيني بحيرد حطوها والله لا لا اليوم اليوم ممتاز والله ودي ودي مبدل أنا أكل أنا تنماني لازم وعرف أحد تفضل بحيرد عن استعمار الاستعمار الفرنسي للجزائر حلو وهذه واحدة ثائرة وكانت يعني لها صوت لها صوت لها وضعها وبعدين اعتقلوها وطقوها وعذبوها والفيلم الفيلم من قسم قسمين تشوف قصتها بعدين القسم الأخير كله محاكمة الفرنسيين لها على الأشياء اللي هي سوتها ضدهم جميل يقول في أحد اللقاءات أن أنا ما رحت الجزائر فأنا اعتمدت على الأفلام اللي كانت توصلنا عن الجزائر فبنيت الفيلم على الأفلام اللي شفتهم الأفلام الخبارية أوكي ففيلم هذا يعني ما بيقول كلمة نجح بس عمل عمل يعني عمل شي حلو في ذاك الوقت أنه تكلم عن هذه المرأة وكان بالمصري يعني باللهجة المصرية مو بالجزائر بس القصة بس القصة بالجزائر ايه فيلم حب للأبد فيلم تشويق بس منسي مو معروف أحمد رمزي ونسيت منه معاه معاه وحدة شي ابنية بعد معروفة بنجبة معروفة انزل خلصنا الخمسينات هذا 59 اللي تول فى ما شاء الله تعم فيلم ها بالخمسينات ايه شوف ما شاء الله قايد ايه حين تقريبا 13 ما شاء الله دخلنا في الستينات والملون شنو سميت الستينات أو الفترة هذه سميتها صراء لإثبات الذات عنده صراء يبيثبت ذاتا ومت الخمسينات هي اللي اللي حين ما يدري شن يبي يسوي ايه حلو الحين يبيثبت ذاتا فيلم لا الحين احنا ما طلعنا من الروح اللي موجودة بالخمسينات سوى فيلم اسمه بيني ديك هم تذي كوميدي ماجدة وشكري صرحان هم فيلم عائلي كوميدي نداء العشاق مرور كرام فيلم بعده صار 1960 لاحظ هم فيلمين نفس السنة الرجل في حياتي مرور كرام هو هل سهل قبل الفيلم لا 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 موسهل بس صناعة السينما صناعة السينما كانت في أوجهة في مصر شقالين الجماعة يعني الكل يعرف شغلة بسرعة بسرعة تنتج سنة 1963 دشت علينا الألوان هنا شوي او لا الفيلم هذا تحديدا كان في ناس يشتغلون أسودا بيض في ناس يشتغلون ألوان والألوان كانت مكلفة بس الفيلم هذا يستهل ان يتسوى يتسوى بالألوان الناصر صلاح الدين عن صلاح الدين ليو بي بس الفيلم هذا ما كان له أي كان حق المخرج عز الدين ذو الفقار اللي مسوي يرد قلبي قتلك عليه وعند أخوانه هو بعد كلهم ذو الفقار عائلة ذو الفقار عز الدين حاشة مرض يكشر والمنتجة منتجة الفيلم اسمها آسيا معروفة آسيا معروفة آسيا هذه أنتجة تفلام وائد مهمة وهذا الفيلم يعني مصخرها من أين هي يعني شقة هدومها هي من كثر التكلفة حين رأي أقول لك يضحك لأنه يعرف يعرف اللوية مالت هذا بعد موضوع ثاني ما خلف إحنا اليوم قاعد بعد آسيا أدور آسيا ما تطلع لك آسيا الثاني لا 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 في شيء تفضل عشان علاء عشان تعرف تكون بصورة شنو فايدة داود هنا أنا بالنهاية يعطي معلومة عشان ينورنا في هذه الموضوع ويفتح عيوننا على السينما اللي إحنا قد نكون إننا ما شفناها قبل الحلقة ولا رح نشوفها بعد الحلقة بس الفكرة إن تتقف في شيء أنت يعني يعني أنت قبل الحلقة لو تسأل أسامي مصري ما عارف شيء أسألني بعد الحلقة وشوف شوف الأسامي فريد لا طرش منتج شفت شلون منه ما يدري عب المعلومة هذه ما أدري ننقبط ونمشي عزي نديد الفقار استمرض قالت لأ يعني تفاهم مآسي أن أنا ترى مرض 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 مستعد في الريال شوفي غيري أو مو شوفي غيري قالت لأ نزيم منه رشح لي رشح لي قال أنا عندي واحد نادى شاهين قال لأنت اللي بتخرج الفيلم لأن أنا أدري أن طريقة الفيلم مسردة الفيلم في معارك أنت اللي أعتقد راح تقدر يا أخي وايد متوفق هذا أي اللي طالي إلى مصرب وهذه إلى مصرب أقول لك آسيا ما تعرف عدل قالت أوكي مستحية بس دشة بخن دشة بشي بمصيبة دش الريال بس شنو قال يعني عز الدين طبعا الفيلم قصة صراح الدين حلو قصة صراح الدين مع الصليبيين جميل اللي مع الحروب الصليبية اللي هم الناس اللي كانوا رتشت قلب الأسد والله يعني معلومات جميلة اللي هو رتشت قلب الأسد وتقريبا نفس الصراع ما اللي الحالي ما بين ما بيننا والصهاينة جميل بس وكان وقته وايد تمام بال63 كان جمال عبد الناصر كان يحارب الصهاينة بذاك الوقت حلو الكلام أو يحارب يحارب الإسرائيليين فالفيلم مطلوب كان فالفيلم كان مدعوم شوية من جمال وآسيا يعني مثل اللي آسيا سوي الفيلم هذا التنفيذ نفذي الفيلم هذا فالكتاب اللي كتبوا الفيلم من عتاولة الأدب المصري يعني ناس بلاية اخذ عندك طبعا أدري الأسامي ما يخالف سمحلي بس أكيد في ناس اللي بيسمعون راح يعني يوسف السباهي هذا واحد من الكتاب عز الدين ذو الفقار وهو واحد من اللي كتب هذا كلهم اللي كتبوا السيناريو اللي هو المخرج أي اسم قايقوله سرچو سرچو لا لا قايطيق علاصة شكلهم بلاية اللي قايقوله سرچو سرچو يا جماعة دامنا نحن حديثنا طويل محمد عبد الجواد هذا واحد هم بعد من البلاية نجيد محفوظ نجيد محفوظ عدنا نعرفه هذا تعرفه عبد الرحمان الشرقاوي واحد هذا بعد من البلاية و النعم إن زين هذا كلهم كتاب كلهم دشو تخيل هذا كلهم كاتبين السيناريو طبعا دشو هو ياهم تناجر معهم شوي هده هو قال ها أمورنا طيبة ايه تناجر وياهم أنا خاف لما يروحناك أخاف تناجر وياهم تدري هو قال حق عز الدين قال لن زين أبي شي واحد قال لن ممكن يعني أقدر أغير شي بالسيناريو أنا ببالي شي راح طبعا قال لن أوكي وراح وقعد مع هذول بلوئي عاد هذول الكتاب وروائيين كل واحد زقارة بيدا مش هتعملها كده لازم تعملها في سينما أنا فيلم بصري اللي قعد قوله يصلح كرواية بس أنا بحول هذا اللي انت كاتبه إلى صورة فأنا محتاج أعدل تناجر وياهم وايد لن وصل إلى إن السيناريو يصير بالشكل اللي أحس طولوا بالغرفة طفاية أوه يتخنى داخل كلهم طبعا و هذا تشثيح رفيجنا كلهم أصلي أي فيأخوي قدروا يوصلون إلى نقطة زينة ودشل الفيلم خلنقلك شنو صار بآسيا أي الفيلم طبعا هذا طول يعني آسيا اللي هيقع تنفذ الفيلم عن طريق الدعم الفيلم أنت لاحظ أن هذا فيلم تاريخي يعني في ملابس وديكور ولغية وفي معارك معارك تشنو معارك وقبل ما مثل الحين تقدر تصور لقطة من بعيد تحط لك عشرين واحد وتكثرهم تزيدهم لا لا تيب تبي ألف لازم تيب ألف يعني وطراريد تعال كلهم وكلهم بالضبط في حملة صليبية تعال سواء أنا قاعد أقولك ضد الله يقول لك من كثير ما هي كنتها هذه آسيا رهنت عندها عمارة رهنتها إزاي على الفيلم ماذا نجح الفيلم رديت العمارة مثاث بيتها باقته يقول لك طبعا ها حطبالك الرقم خربوطة الحين لو أقولها بالنسبة الحين آخوي بشر آه تمام لأنك خرعني إنزيت ما يخالب يا جماعة لأن صار عندنا مشكلة فأخايف أنا كلما يروح هناك أخاف أن الكاميرتي ما تشتغل أنا أقول لك شيء لا لا مرة طيبة مرة طيبة نسى الموضوع قايصالف عن آسيا نسى عن يوسف شاهين يلا يت يت آسيا أو يوسف شاهين آسيا 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 والله هذه الحلقة رح تصير فيها بلاوي آآ وايد وايد اسمع وايد فاصل لا 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 يروح بالعكس خلال الزين أقول لك كلفها بذاك الوقت 200 ألف جنيه أنا أدري الرقم هذا الحين خربوطة لا بس الجنيه حزتها عام العمايلة بس ذاك الوقت مبلغ شبير اي 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 عام العمايلة قابل وكانت وقتها مثل ما هو مذكور أعلى ميزانية لفيلم مصري بذاك الوقت أنا أتكلم 63 الفيلم تصور بالألوان وسكوب وتكلمنا عن إحنا سينما سكوب عفوا بس نرجع نذكر اللي ما سمع عن سينما سكوب أي جماعة الخير هذه معلومة تقنية حلو الفيلم يتصور بـ 35 عادي الفيلم عرض 35 بالكاميرا بس العدسات اللي موجودة عدسات يسمونها عدسات أنا مورفك شو تسوي لما أنت تصور هي تقلقص الصورة داخل الفيلم شن الحكمة من هشي تالي لما الفيلم يتحمضه وتوديه حق صالة العرض هي تقوم تقلقصه أي تضيج تضغطه أي تضغطه لما تودي صالة العرض تحط عدسة مع صالة العرض عدسة خاصة في عرض الأنامورفك لما تحطها والفيلم يمر شو تسوي العدسة هذه تكبر تفتح الفيلم وتخليه بالقياس الطبيعي سكوب نشوفه حلو وصلت هذي يسمونها سينما سكوب يعني أي شي يتشوفونه أنا أدري أنك ما شرحتها بالكوب والله شنا قلناها بس نسيت ما شاء الله أنت تمشي وتسولف عن السينما فاختلطت ممكن عليك فهذا بالنسبة لنا كان واحد شي مكلف أول شي فيلم بالـ 63 ألوان يعني تحميض مكلف صح نكتيب عدسات أنا مورفك اللي هي توسع لك الأمور هذا شي مكلف عندك مجاميع كمبارس عندك كتاب بلا أنا بعرف كم عطوهم بالضبط كم عطوهم هذا كل واحد فيهم عنده مليون ألف إصدار ورواية نجيب محفوظ كافي اسم نجيب محفوظ مشارك بالسيناريو فدنيا الفيلم يقول لك ويالا باردن برده هاكي خرجة تقريباً بس سنة كاملة تصوير سنة كاملة يعني يعني شوف يعني هذا أيام قبل بول فيلم سنة كاملة ولاحظ أن أنت ما تشوف شون صورت بالسينما ما تشوف بالستينات ما تشوف أنت معتمد على الـ DB ما تصور هو يقول لك أوكي ولا لا ما في شاشة خدناها ولا ما خدناهاش خدناها خلاص أوكي كل على الأحساس عبل هذه ما كل عين واحدة تشوف حتى معينينا الـ DB يعني أنا لو منه أنا أنا قاعد أفكر أنا وائدة حاتي صح لو تحميض أنا إيدي على قلبه حين لمتي الأفلام قطعتنا صح ولا مصح هل اللقطة اللي أنا سويتها هذي وشذي رح تضبط ولا شون تركب أصلا ما أدري تتخيل لين ترى بالثمانينات طلع فيه فيديو اللي يسجل بس عشان بس يسجل يسجل من داخل الكاميرا حتى مو يسجل الفيلم يسجل من العين مالك الكاميرا بس عشان تشوف اللقطة حق كنت حق كنت بس انت ما تدري الفيلم شنو صار فيه و الله قايش رصنا على السينما شديه تحية حق أي واحد يشتغل السينما لا تقول لي يستاهل يسجل الفيلم شوية كان قايي مجد برمزية جمال عبد الناصر حر مدعو إيه إن كأن الفيلم يقول أن صلاح الدين هو جمال عبد الناصر في محاربته للإسرائيليين بس بشكل فيلم يتكلم عن صلاح الدين حلو الكلام بس عشان أوصل لك الفكرة أن الفيلم كان رايح بها شي تدري أن الفيلم هذا كل سنة هجرية ولا أي سنة إسلامية عندنا الفيلم كان يعرض تغير التلفزيون كان الرسالة 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 بعدين قاموا يحطونا أنا بالبداية كان شوية ما يبون يحطونا ممنوع نزين بس لا كان هذا المنعت من زمان من زمان كان فيلم الرسالة أنه ما نعرض بالسينما عندنا كان ممنوع تخوفا من فكرة أن الرسول والرسول موجود ما قاموا يمع ما طلع صح من ذاك الوقت المنع الفيلم ما لا طلع ووجهة نظرة بي أو في بس يحط لكيانا بي أو في من زمان هالشي صار والتلفزيونات بعدين قالت ما أنا بنعرض خلص خلونا على نفس من القرار اللي طلع فتخيل الرسالة قاعد فترة طويلة ما نعرض ما نعرض بالتلفزيونات العربية ويتلى فترة بعدين كل سنين أي بعدين خلص لما الموضوع يعني قلت لك جيل ثاني وهذا مصطفى العقاد وأعتقد الآن مع الناس أعتقد راح نسوي حلقة عن مصطفى العقاد ضروري اللي هو المخرج المخرج اللي سوى الرسالة وعمر مختار انتاج السنعوسي السنعوسي معاه بالأفلام مو انتاج هو كان المنتج الثاني حلو نقدر نرجع لها بعدين حلقة ثانية الكريدت مال السنعوسي مختلف تماما حلو بس كان واحد من الأساسيين اللي موجودين بالأفلام هذي كلها مع مصطفى العقاد وواي دياب استثمارات حق مصطفى العقاد انه يقدر ينتج هذه الأفلام ما نقدر ننكر وجود السنعوسي السنعوسي أبدا جميل ومصطفى العقاد هو انتج بعد عشان معلومة انتج سلسلة أفلام هالوين هذي حق موجين بس عشان يستعنس يالله معلوم هذي لك موجين نرجع حق مخرجنا عشان تختلط الأمور بعد الفيلم هذا ما عجب الوضع اللي قاعد يصير بمصر تعب جمال عبد الناصر شنو قاعد يسوي وال الفيلم نجح اللي شوه الفيلم نجح اكيد هناك بالسينما وارتاحت آسيا بس آسيا يمكن قالت هذي ردت عمارة من كثير من كثير ما هي تعبت رابطة راسها بشي ماذا الشغلة وقاعدة قاعدة 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 شوف التصوير يعني هي قادرة يعني ميتة 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 يعني من العظة ايه مغارتها مرهونة زعل من الوضع السياسي وراح لبنان راح إلى مسقط راسها مسقط راسها لا هو تنت قلت هو وولد اسكندرية هو مصري انتجنسيته بس أصوله تعب اه عوزة روح لبنان راح لبنان احمد راح لبنان منو سمع انها ياي الرحابنة الرحباني تعرفهم فيروز الرحباني عاصي منصور رحباني بعد دخلنا لبنان الحين دخلوا لبنان صعب هذا صعب ما يخال ما يخال اليوم رحلة في ART يعني ART ART كلاسيك او روتانا كلاسيك احنا طلعنا من روتانا ومديتنا البي سي اليوم كله صادو قالوا لتعال عندهم مسرحية مشهورة اسمها بياع الخواتم مم و بلبنان صناعة السنمة مو مثل مصر احني عندهم افلام بس طقات مو موجودة يعني عالقد عالقد الحظ وشاهين توم سوي صلاح الدين الفيلم ضرب ويعرفون اهم يعرفون هذيلي ان هذا زين وبصريا حلو عندهم مسرحيتهم جاهزة والأغاني جاهزة نبي ناخذ هذا سوي فيلم ونسوي فيلم وفعلا خذو وشوه فيلم اسمها بياع الخواتم ومن أهم الأفلام اللبنانية في والغنائية في تاريخ لبنان في تاريخ لبنان و ونجح وايد وفيروس اي هذا بالغلط مر لبنان شديد او راح بس راح كان يصيدون الجماعة وقال قال 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 ما قصروا معي لدردة شريت سيارة ما كنت أقدر أشتريها بمصر هو يقول دلعوه في حادثة مضحكة داخل عاصي الرحباني اللي هو ريل هما شوف عاصي عاصي الرحباني منصور الرحباني أخوان اثنينة نفس الشيء ما بيقول عد قصتهم من البداية لكن هما الأخوان الاثنينة اللي هما أساس عائلة الرحباني في الفن اللي قدموه وبعدين عاصي تعرف على فيروز وتزوجها يعني هي موهوبة تزوجها وصارت اي هي الصوت مال عائلة الرحباني قام أهو أي مؤلفات وذاك الحلو فيه أن ذاك يكتب منصور يكتب ويلحن يكتب كلام ويلحن وعاصي كان ملحن والحلو فيهم أنهم كانوا متبصرين على الأشياء الخارجية يعني كانوا يسمعون كل السنفونيات العالمية وكل الأشياء العالمية ويعرفون يوظفونها داخل الأغاني مالة حتى لاحظ موسيقاتهم أجواءها مو عربية وشنها أوركسترة شنها أوركسترة أجنبية وفيها أكثر من مغطع وأكثر من حساس أيوة بس تحس لما تسمع تحس بالبراد أنا دائما لما أسمع موسيقاتهم أحس هوة تحس بطل عليك الباب أي شيء الله وشي فيروز لما تغني تحس هوة ياي حلو أنا فيروز أسمع حوسة استكانة قاعد بعد ما أدري مزاج أنا دائما لما أسمع فيروز أحس هوة نسم علينا الهوة أيوة بالضبط المهم عاصي شوية يعني شو أنا أقول لك شديد شديد اي ومبيننا شديد على فيروز وايد مبيننا يعني لك عيدي شي عنده وايد فهمت حلو أنا خفتها شوان فيروز شاهين يقول أنا في مشهد قاعد صورة هي تغني وبلاي باك حلو تغني يقول خذيتها قاعد غني وتمام يقول حلو روعة عاصي وإن شايلة شنو كت هني ترس التناجر ما قال لها حشيك شنو شوف انت رايلها اي بس أنا المخرج أنا قول كت اي صارت بينهم قال لها اسمع شوت كت قال شون تقول كت ماالشي شغلنا أنا قاعد نصور حركة فيلم انت الحين حتى لو ما بيأخذها بأخذها عمادة شون شونو كت لا ما قالت زي ماالك شغل اي أنا المخرج انت فاعل اي اي قال كت شابي هذا لا ويقول تمام هو يقول لقطة روعة مشت ويقول أنا شي يعني هي تغني وأنا معاها بالكاميرا وشي يعني تراك ودنيا شم صولب بالصالفة مش كثير حظة بخاطرة اي اي ضابحتها وصولب صولب بيها بلقاء أنا شفته يقول كت هذا نفس اللي سوق بالكيشن اليمين الكيشن اي قاعد يمين لا في يمين لانه هو شغلك هو واضح انه عاصي وايد لانه هي مرت وهو يعني هو اللي خنقول اتشف موهبتها فمتعود لما يقعد بالستيديو غني اي تشدي غني اي تشدي حتى بالفيلم لا بس انت ياي بمخرج وهذا ما يرضى شي طعم هلسون شاهين عادي هدم ويمشي داحر كتاب اقول لك عادي هدم ويمشي يلا لابوكم لابو فيلمكم ما عندي مشكلة ما يرضى يعني عشان شي هو شخصية قوية وما عنده مشكلة يخسر شاهين ما عنده مشكلة يخسر همشي المبدأ اي ما يبطقك انا مخرج كيفكم ما يقول ما قدر يعيش بلبنام قاعد فترة بعد الفيلم وشذي مع انه هذي كان يقدر يقعد معهم وسيوم مليون فيلم بس ما في غيره اي ما في غيره بس ما ما استانس اذا بيدخلون شي نفس حاصوي ما استانس ويقال ان عبد الناصر قال له ارجع لانه عنده علاقة مع عبد الناصر وعبد الناصر عطاه مثل جائزة دولة تشجيعية اللي هي تعرف انه جائزة دولة تشجيعية يعني موجودة عندنا بالكويت اللي هي الحكومة تعطيك ياها عشان على فنك او على عمالك على انجل سويت اي فالظاهر بعد صلاح الدين هو لان الفيلم قتلك فيه تمجيد وفيه هذا فهو عطاه هذه الجائزة تخيل عطاه الجائزة بس هو الوضع ما عجبه في مصر في شيء قاعد تصير طبعا ادني انه ما بياضطرق وايد على الوضع اللي صار مع جوان عبد الناصر خصوصا في اخر حياته اي ما رب بيصول في سياسية اي صارت في اشياء سياسية ما عجبت شاهين اضطرنا حس ان الوضع مو طبيعي قال لا يبقى خانا اروح لبنان اريح لي لان الوضع مو طبيعي جميل تالي قال ارجع رجع اي ويتلى فرصة في 65 يا محفوظ السلامة في نفس السينما لتبيع الخواتم يعني ما تأول ما تأول شوف خان شوف لحظة 63 اي قعد لا قعد لا لي 65 من 63 يعني قعد لا تقريبا سنتين ثلاث ورجع يعني ما تأول سنتين ثلاث هذه 12 فيلم اي اي لا سوى واحد سوى معاهم واحد لان العادة بسرعة ينتجي اي لا لا قاعد قلنا انه يوم راح لبنان طلب عبد الناصر انه يرجع ورجع مصر وعنده فيلم سواه في 65 اسمه فجر يوم جديد فجر يوم جديد اي اهني بلش في الدخول في الافلام الغير مفهومة او اللي ايه لغتها السردية ما هي خنقول مثلا ما هي المعتادة اي ما هي المعتادة الفيلم فشل يعني فشل فشلة مو فشلة فشل قطع يعني زين مو فشل فشلة زين هو الحدوتة يعني انا شفتها مرة وحدة اه الحين انت لو شفتها مفهوم ولا مفهوم لا 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 مفهوم هو مو مفهوم بس هو تايش يسوي لك هو يخلق لك عالم وفيه كاركترات والتركيز مو على القصة التركيز على الكاركترات وشنو يعانون منه يصير عندك يصير عند المشاهد اللي يطالع خلصني أنا بأرتاح إذا عندي فيلم جريمة أباكتشف من المجرم إذا عندي قصة حب أبيهم يتزوجون آخر شيء إذا عندي هذا أباكتشف خلصني آخر شيء هو يسوي لك فيلم يقول لك أنا أتكلم على دار أيتام هذا مثل هذا وفيه دار الأيتام فيه وحده وريلها واختها وخالتها ومدري منه وعندهم الأيتام بس أنا قاعد أقول لك ترى المرأة اللي أنا البطلة مالتنا قاعد تشك إن ريلها يخونها ليش يخونها لأنه مدري شنو إيه تحب لها واحد هذا يعني فاهمني تعقيدة تعقيدة كاركترات فالمشاهد اللي بي قلت لك ما يشوف هذه الأشياء ردو أكرر هذه الأشياء أنا ما أعتبرها سخيفة أنا أموت عليها اللي توني ذكرتهم اللي هي القصة شكرا أنا أحبها بس يا أخي أكو واحد يقولها لك بطريقة مو حلوة وأكو واحد يقولها لك تونس استمتع فيها فلا أنا مو ضد هذه بس أهو يبي يروح منطقة غير عن منطقة المتعودين عليها هم الزملاء من المخرجين أنت لما تقول أيتام أيتام تذكرت فيلم أمر دياب لا لا واضح هذا واضح مو هذا هذا مو واضح أموم قضية مو واضح هذا سردة تعرف الفيلم أذاك أوضر واضح أذاك واضح ما أخر شيء ما ندري هل الفيلم هذا فشل لأن السرد مثل ما قلت لك اللي هو غير مفهوم ايه أو أنه ويخلص الفيلم نهاية شي مفتوحة فكان كله يديد على المشاهد وكله دائما يقول لك أنا سوي فيلم عشان تفكر ايه اوكي ما عكحك سوي فيلم عشان أفكر بس أنت وايد عدت على مستخدم يعني أنا حس الشعب ما كان بحزة اللي هو مناسب إنه جاهز يشوف جديد الفلام أو أن يفكر بمعنى ايه يعني أنت يعني أنت يعني أننا بحزة نقع نكد ونمج وانت خلصنا أوكي من خابتي مع ما دي الصوت واصل أنا حس على حسب المعلومة المعلومة ذكر انت طلعتني يرر بعدها سوي فيلم مع فاتن حمام اسمه ريمال من ذهب فيلم منسي وهما يحبه نفس طريقة شيطان الصحراء اللي توني تكلمنا عنه اللي تكفى لا تشوفونا ايه لا تشوفونا واعتقد حتى فاتن اتوقع من الأفلام هذه اللي يلا خلصنا فيلم وتصير شي وطموح انه ممكن يكون الفيلم مهم بأسفل الفيلم بعدين ما ما يسوي شي وهذا وايد موجود بالسينما سوي الدعايات وانت تشلو تستانز تشلو خلصنا من الستينات يضحك خلصنا من الستينات نسوي ثنتين حس اوكا ايه الاحين اخوي السبعينات الاحين سنة سبعين حلو فيلم الأرض من أجمل الأفلام سميت السبعينات كعنوان سميته التحول إلى صوت خاص في السينما صار عنده صوته الحين بده الحين يدش في بصمة فيلم الأرض فيلم طبيعي ما في سرد غريب ولا شي فيلم وايد محبوب هم عن فلاحين فلاحين بس وشنو القصة مجموعة مزارعين في دايما بالمزارع هذه والفلاحين دايما في باشا عنده قصر صحي أو سرايا الحبيب حنش رعي السرايا هذا الباشا يبي يسوي ياده وبي قص كل يبي قص المزارع يبي ياده سيدة لي قصرة بعد باشا وطول الفيلم صراع ما بين هالفلاحين ومن ضمنهم شخصية محمود المليجي اللي بهالفيلم أول مرة نشوفه بدور طيب ليش لا محمود المليجي معروف وهو شرير السينما المصرية كل أدوار اللي قابل كل رجل نذل هني طيب وشلون شواربة نوع من الإهانة وأحلى مشهد فيه السينما المصرية اللي هو مشهد النهاية اللي هو هو الوحيد اللي يصر يقعد بأرضه وما وما يبي الموضوع هذا يتم فطبعا دايما الشر لا قوة صحيح موضوع يطرشون لشرطة ويضطرون أن يعاملون تنى حيوان يرفطون يعني شفت لهذا اللي مال الكاوبوي اللي في طوق ويطق ويقذبك ويطلون فالفيلم اسمه الأرض والنهاية تقذر على الأرض على إيده وهو قاعد يشمخ كأن يشمخ الأرض أو يلم الأرض أو أنه هذا أرضي وطبعا في مشاهد على سلفة أرض أن مثلا لما لما يزق الزرح إيه بعدين عطلو تي لقطة عليه وقعش رب ماي ماذا لحي هذي تعبيرات رمزية لما يطقون بحديد بالأرض هو يتعور هو يتعور يعني أول أرض مو هذا هو في كلمة في بالغنية الأرض لو عطشانا لم أسرغني لحظة غنينا في روز يقول الأرض لو عطشانا نرويها بدمانا يا شو 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 هذه أول جملة في بالغنية وخوش موسيقى مهمة وايد اللي هو الحق أبو سويلم صح هو اسم الشخصية أبو سويلم اللي هو محمد أبو سويلم اللي هو شخصية المليجي بهذا الفيلم اللي هو و المشهد النهاية العظيم مع نجاح الفيلم وقوته إخراجيا أنا هذا يمكن الفيلم حرصت أني أشوف هايلايت وفي الدنيا لا ريال شاطر شاطر وايد بصري أصلي هو ترايش سبعينات أنت قاد تكلم زوايا وهذا الحين ما يسوونها أو الحين شوي توقعي علاقته مع الإيطالي فادته وايد وايد على قولتك حس من بره غربي فتخيل أنت عفوا يبقى أي واحد غربي خليصور لكويت راح يصورها بطريقة ثانية طريقة مختلفة تماما أوه هاي ديرتنا بس أنا ليش ما أعرف لأن أنت ما تعرف تلتقط اللقطة تلتقط اللقطة تلتقط اللقطة بالطريقة هذي فأعتقد هذا الجانب مع المصور اللي تبناه في البداية زرع فيه هذه الأشياء اللي بعدين صار وهو يعرف ها وملك في التكوينات زحمة فريماته اي دايما حت كاركترات بس صح تكوينات حلوة ما تأذي عيونك لا 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 أبدا أبدا دايما في ناس وارا وارا يحطهم يطلب مدريشة واللي جدام هو المهم واللي وارا هذول المستمعين لا لا في ريال وهذا بالأرض متروسة الفريمات هذه أنا تشف طبعا شنو لما نخلص الأفلام أبيك ترشح أفلام إن شاء الله ليوسف شاهين نشوفهم وأنا حس الأرض واحد منهم يسوي أي الأرض واحد منهم الأرض يقولك طبعا بعد ما عندنا جاه الفيلم أنت تتوقع أن محمود المليجي راح تليفونه ما يسكت مفروض بعد الفيلم مسكين الريال ما حد قايد قاعد عليه طاح من عينهم لشن صار طيب يعني صار أن الريال مقام ينطلب فللأسف لعنة يوسف شاهين صارت لعنة يوسف شاهين عليه لكن الريال أخلص له وقام كل فيلم يسويه يبتال يبتال الفيلم اللي بعده هم شاعمال وناسا هذا بس أنه وعدت سوي فيلمين سنة سبعين نفس الشيء الفيلم غصير ثلاث سنين ونصف اي هاي يا قلبي احنا بات شواء هاي يا قلبي احنا راح تحكي لا احنا خلنا خلنا بودكاست وضع خاص تماما ما نقدر ما أنا بنلطم اوكي الله كريم الله كريم الفيلم سوى فيلم اسمه الاختيار زين جريمة نفسية فيلم جريمة نفسية معاه سعاد حسني عزة العلايلي ومحمود المليجي سعاد حسني وريلها عزة العلايلي محمود المليجي محقق الفيلم جريمة بس نفسي عزة العلايلي عنده اخو توم بالفيلم حولو نكتشف بعدها انه هو ذابح اخو توم ويمثل الدورين مره مره الاخو اللي هو كاتب مسرحي اللي هو اللي مرته سعاد حسني ومره الاخو اللي يشتغل بالمينة جميل اللي هو مذبوح فهو يبي يقيش الكاركترين وهو ذابح اخو طبعا الفيلم نشوف حياته هو وي سعاد وسعاد تلتقي بالاثنين في يوب وخو اي ولوه نفسه اي لا تلتقي بهذا وتلتقي بذاك احنا هنا حرقنا الفيلم لا لا حادي يعني روح شوف الهذا البصريات وفيه فالفيلم صاير فيه مثل خطين خط هذولي وخط محمود المليجي معاه مساعد وياه في التحقيق في الامر واخر شيء نكتشف كل الدنيا الدنيا فيلم حلو مكتوب زين بس فيلم الامانة ما يعني يعني ما خد الصيت ما خد الصيت بس تشوفه تقول اوه وايد عبقري الموضوع وايد متعوب عليه متنفذ وما في افلام عربية او مصرية بذاك الوقت بهذا الشكل اللي هو الفيلم اللي يصير فيه اخر شيء جميع الخطوط تنكشف والامور هذه فهنت غصدي وبس هذا انتيا فيلم الاختيار الاختيار وهذا الفيلم المقدمة مالتا خلى عبد الحليم حافظ يقول اسامي تاريخ مصر كل مرة ايه اقولك يعني لانه هو يحب عبد الحليم ويحب غاني عبد الحليم وعنده صداقة معاه فضلب من عبد الحليم قال له ابي بالبداية انت تقول الفيلم من انتاج فلان الفيلم كتابة وسيناريو فلان روح شوف مقدمة فيلم ما غناها ما غناها قال قاعد يقول فلما تيطاع الفيلم تقول ها صوت عبد الحليم ما ليشغل بس صداقة قززرها ما عدد سموناها تكزيرة تكزيرة ولكن الحاجة كلها غلط اليوم انزيل اليوم داود مشارب شاي قام بخلط اخوي سنة سبعين توفى جمال عبد الناصر جميل فقام خذ كاميرا وراح اهوى بنفسه صور وثق المهور خذ هذه اللقطات وحطها لان الفيلم فيه لا علاقة في موت كمالا لا علاقة في جمال عبد الناصر ان الوقت الفيلم كان مع وقت تاريخ حدوث القصة اهو جميل انه يتناسب بنفس وقت جمال عبد الناصر اوكي في 72 يطويل العمر سوى فيلم لا هذا فيلم اسمه الناس والنيل قبل كان اسمه الناس وين وين اسمه لحظة انا بس اتأكد ايه كان اسمه النيل والحياة سوى سنة 68 68 سوى بيطلب من عبد الناصر مع الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت حول الموضوع بس هو سد عشان النيل يدش شنو شرح لي اه يحجز الماء وينتج كهرباء اي وينتج كهرباء حلو تمام حلو انت مهندس نسيت انا حاضرين كنت قندس سابق شغل قناة دي الفيلم هذا صارت عليه مشاكل ما بين لان لان اللي شارك في بناء السد ناس من الاتحاد السوفيتي حاضر زين وكانت علاقة روسيا في مصر او الاتحاد السوفيتي وايد زينة في ذاك الوقت فالفيلم صار من انتاج مصر واتحاد السوفيتي جميل وخراج شاهين صوروه سبعين ملي تكلمنا عن السبعين ملي اللي هي الكاميرا اللي نولن صور فيها أوبنهايمر وهذا من اوائل افلام مصرية اللي تصورت بي صارة وايد سبق اقول لك ايه بس الفيلم هذا في ثمانية وستين شنو المشاكل اللي صارت وما يشوفون المونتاج زيد الحتة مالت الاتحاد السوفيتي شوية زيد الحتة مصرية زيد المدرشي صارت مشاكل كان يوقف الفيلم هذا في ثمانية ستين ثمانية ستين ما نحراب حوالا رد غير اسمه اي رد رده وبعدين رده خنشوف الراجعة بعد ما توفى عبد الناصر خر راجع اوكي اوكي يلا نقدر نعرضه اوكي عرضه في فرنسا بس انزين في اثنين وسبعين وماكو شي بس نفس التصوير نفس كل شي غير الاسم انا غير الاسم ومنتجه بس يقول يقول من بعد اللوية يقول انا بوكت نسخة فشيتها عندي وبس قلت يعني بعدين وبعدين باعها عده على القنوات الفيلم ينعرض الآن بالقنوات اللي هي اي ار تي وغيره وغيره مو اي ار تي غصدي القنوات اللي لها علاقة بالافلام الكلاسيكية المصرية بس اوه بايق النسخة وقالها بالتلفزيون انا بوكت نسخة لأنه متبع لانه ينوني ينوني لا هذا راضي ولا هذا راضي والفيلم تمسخر الفيلم لو تشوفه فعلا متمسخر وفعلا الفيلم فيه شخصيات روسية وشخصيات مصرية والشخصيات الروسية دبلاج مصري اي يعني عشان الفيلم لنا يبقى يعرضونا بمصري قطية الفيلم لا لا انتاج فيلم ضخم ومتصورة لحظة السد صورها اوه فيلم كله كامل يعني صوروه بنفس الوقت ما للسد اوه با قاعد يبنونه اي 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 فيلم بربغاندا يعني يعتبر فهمت غصديفور بربغاندا للموضوع هذا جميل وما ضبط لا لا مو مقدم مو مقدم هذا انتاجهم يعني انتاج الحكومة اللي هو مؤسسة السينما المصرية ما ادري عن مؤسسة عن السد اي ما ادري والله اي تاريخ السد طبعا سنة اربعة وستة اربعة وسبعين فيلم العصفور فيلم سياسي بحت سوى لانه كان عنده غضب اللي نكست سبعة وستين اللي هي الخسارة خسارة الجيش المصري من الاسرائيلي انت صاه هنا وهني اللي طلع عبد الناصر في التلفزيون وقال انا سأتنحى عن الرئاسة فصار فيه غضب من الشعب المصري وطلعوا بالشارع وقالوا هنحارب هنحارب فهو سوى فيلم عن هالأمر هذا جميل لما سوى الفيلم ما نعرض بوقته الرقابة رفضته فتأجل باقى خشان لا لا ما باقى هو فيلم يعني يعتبر يعني انتاجها ومع مجموعة من الناس وهذا فالفيلم بعدين نعرض يعني في السينمات وفي التلفزيون لما طخ الموضوع لما طخ الموضوع وهذا لاحظ انه هنيدوشين بالسياسة وايد داش حيل بالسياسة حيل حيل داش بالسياسة صارت بصمتها سياسية اول هالفترة كل غضب الحين اللي حاشة قبل قاعد يطلع زعلتها هذه مالة لبنان قاعد تطلع كل من ريل صباح المو صباح فيروز ريل فيروز لا ريل فيروز لا سوال ايه لانا وايد فنانين فصباح صباح ما لا شغل فيه كل اسم عتيج طلعت ليان تالي يوم 74 خلصنا اللي هو فيلم العصفور 76 سوى فيلم اسمه عودة الابن الضال جميل عن قصة عائلة طبعا فيلم غنائي اكتشف منه هني ماجد الرومي اول 74 ظهور 76 اول ظهور لماجد الرومي وخلاها تقني وعندي لنك الغنية هني خلها اخر شيء اول ظهور لماجد الرومي سينما والفيلم الوحيد اللي هي مثلت فيه وبس بعدها ما مثلت والله مكتشف ايه مكتشف هو اقولك يخرع الفيلم هذا يتكلم عن العائلة بشكل عام ويصير صراع بينهم يرجع ولد كان مسجون في قضية سياسية ويطلع من السجن ويرد حق اهله بس احنا ابطالنا الاساسيين هم ولد وبنية صغار بس لبنية اللي هي ماجد الرومي من عائلة موجودة ثانية والولد اللي هو هشام سليم من من نفس العائلة اللي هو اللي رد هذا عمه حول صراع ويده منه محمود المليجي مسكين محمود المليجي لاحق معانا هني بعد محمود المليجي ترى موجود بكل هذي لي العفور لا موجود كان في الفيلم هذا الناس الناس الزين الزين ويابا في عودة لبن الضال بس فقير محمود المليجي بس واصل مرحلة وكلهم طيب الدور كله طيب يد وهو الهذا الفيلم يتكلم عن العائلة آخر شيء تصر مذبحة ما بين الأخ الأخ اللي رد والأخ اللي ماسك أمور العائلة وهذا رد وجشع ولوية وتصور طلق نار آخر شيء وكل من كل واحد فيه مذبح الثاني وينحى شون ماجدة مع الهشام سليم اللي هي تحبه ويقول لك انه كنه قاعد يقول يعني الجيل اللي ديد روحوا ما لكم شغل بالجيل القديم وصراعاته روحوا عيشوا دوروا طموحاتكم حققوا أحلامكم وبالمطر لا لا ما لكم مطر غنائي تقول لا 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 غنائي كان حين أنا بأدش لك بس رحنا ايه ستة وسبعين مثل ما قلنا عودت لابن الظال ولي كتب أغاني الفيلم وكاتب واحد معروف اسمه صلاح جاهين اسمه قريب من شاهين ها مو يوسف ياهين لا لا صلاح جاهين هذا موايد مشهور في القصص بعد خنقل نسميها يعني في الكتابة الشعبية وهو عشان الناس تعرفه في زوزو شنو اسمه خلي بالك من زوزو فيلم مشهور حق سعاد حسني وهو كتبه وكتب الأغاني مالتا يا وديتقيل ومشنو فهو صلاح جاهين وهو اللي كتب الأغاني هذا فهو كتب أغاني فيلم عودة الابن الظال عشان بس للمعلومة جميل جميل أوكي صلاح جاهين أي كتب أغاني 79 بعد اللوح شكحنة السبعينات ما في أفلام لا بس 76 وراحنا 79 هني الريال قرر أنه يسوي فيلم عن سيرة الذاتية زين يستحق يعني لا بس طبعا هذا نوع وائد مري بشي بس ليش هو سوى أكوف مخرج إيطالي اسمه فليني فدريكو فليني سوى فيلم اسمه ثمانية ونص قايتكلم فيه عن نفسه فهو هو وايد يروح المهرجانات ويشوف هالجماعة هذيلي والهذا فاحترق لا محتر أحس أن لحظة أنا أقدر أنا أتكلم عن نفسي خلا أتكلم عن نفسي فسوى فيلم اسمه اسكندرية ليه شونا يعاتبها يعاتب المدينة يعني الفيلم قال فيها مشاكل أيام قبل بس شنو الفيلم هذا ركز على فترة المراهقة مالتا في مدرسة فيكتوريا نفس الحكاية اللي قلناها اللي أنيوك مندشة اللي مندشة مدرسة قصدي الحكاية تكلم فيها عن كل الأشياء تقريباً اللي ذكرناها توا عن حياته وهو صغير تكلم عن نفسه علاقاته مع أصدقاء اللي أغنياء وايد حبه للأفلام والسينما عبارة عن تعبير منفح حق نسيان كل الضغوطات الموجودة حبه لجن كلي حبه للأفلام الاستعراضية حبه للتنثيل أبوه وفشله في المحامات أمه شلون تحبه وايد وتبيه كلها تشوفه هو في مركز زين وأمور زينه وهذا أمه اليونانية أمه اليونانية بس تحتها مصري يعني بنهاية مصرية أخته أخوه اللي مات يدتها اللي كانت طيلة الفيلم كانت بس تدقر فيه هي أكثر واحدة تدقر فيه إنه أنت فاشل فاشل من هالم عادي يدات في يدات شذي يعني ما نقدر نقول شسمه ملوت أول ملوت أول ملوت أول وهذا قصته وفي شخص دخلهم يقول لك الإسكندرية شنو كان فيها ثوار حلو هذا ما لا علاقة فيهم شخصية بس يمر عليهم الموجودين يمر يعني أخير البطل عنده شي تلف في الكاميرا نشوف شخصية ثانية ثوار من الجيش المصري واحد مثل شخصية عزة العلايلي اللي هو لعبها صح بالحرب شيطان شي سوي يبيع أغراض عن الإنجليز يفتن حق الثورجية يفتن يقول فيه ثلاث إنجليز يروحوا ذبحوهم شذي فيه ناس شذي يعاشوا تمام البشوات وعلاقتهم مع مع الاستعمار اللي صار بشوات ملوت أسكندرية خوش حاقة شوفها كل شي موجود بهالفلم فوق هذا أهم شي قصته لين قصت أهلا شلون دبروا فلوس عشان وهو يروح أمريكا أسكندرية يروح أمريكا عفوا ما يروح أسكندرية بس خلص والفيلم هذا فاز بجائزة الدب الفضي في مهرجان برلين عشان نذكر أنهني ريال قدر يحقق يحقق شي في هذا الفيلم الفيلم ما في موسيقى ما في تأليف موسيقي حق الفيلم لا الفيلم عبارة عن اتراكات من الموسيقات التي كانت موجودة بذاك الوقت اي جميل أريد أن تعمل ولكن لا أريد أن تعمل دعنا سمعك هذا أتمنى أن تعمل سمعنا يلا روحي ما يخالف اعلان اعلان أنا آسف يخلص الحين يخلص الحين يخلص الحين يخلص الحين يلا اسمع هذا نظف تكفى الله هذه 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 حطها بالمقدمة مالة الفيلم والله تحس الدنيا بخير فيها لقطات أرشيفية عن الإسكندرية خلال أربعينات ناس تسبح ناس تمشى بالشارع مالة الفيلم لا أنا حيني بالمقطع هذه اسمع هذا يلا وعطني أهو ما قبل الله 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 تيرا را 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 الله الله الحياة حلوة براد براد هم براد ودك تسلم تصبح الناس خبار فهذه اشتخدمها بالمقدمة جسو اشتغلت أيوة طال شكرا الزين فهو من الناس اللي استخدم الموضوع هذا نزيل نهاية الفيلم حطلك انه وصل لأمريكا وحطلك ما اسمها هذي اللي تقضب تمثال حرية حطلك انها تشنها واحدة قاعد تعلج رمز بلى شايف اللغطة شنها موس حطها قبل فترة بلى بلى ورمز ان امريكا عبارة عن شذبة في تعبير اخر اسم اقدر عبره لكن ممكن المشاهد يفهمها ان امريكا لا تشوفها بهذه النظرة ترى هي عبارة عن شي حيل خرطي خرطي وهذا وختم الفيلم انها تضعك ضحكة جدا بايخة ساثلة جدا الحرية طلعت سفلة تخيل شوف 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 ما كان معبر فيه تكلم اللي هي 79 ودرس وشاف العموم واعي وصاحي من قبل وقاعد اقول لك هو ليش لانه هو واحد مثقف ولاحظ ان هذا توقع عيشت بالاسكندرية مع الجناس المختلفة ترى تتخيرك اكيد خليك تشوف احتلاط الثقافات لازم تولد شيدين يوديك منطقة منطقة منطقية الثمانينات الثمانينات سميتها تألق واستاذية اني صار فيه تألق وصار استاذ جميل سوى فيلم ايضا الجزء الثاني من السيرة الذاتية اسكندرية ليه المراهقة والذهاب الى الجامعة حدوته مصرية وهو مخرج معاناته وهو مخرج حول ليش سوى سمه حدوته مصرية اي 82 ليش سوى يتلى عنده شريان وقف بالقلب فسوى عملية حس اي اي طبعا اشكره حس انه بيموت فلما سوى العملية ونجحت قال لازم سوى فيلم عن هالي صار لي خنلحق الامري سوى لي فيلم ثاني فسوى فيلم الاحداث بكلها تصير انهو يدش العملية غرفة العمليات شو اسمه كمام بعدين كل الفيلم يصير داخل جسمه في افلام شي وايد عموما برا فالفيلم يصير داخل جسمه تخيل انشوفه طبعا ديكور اسمح لي يعني مولي هناك بس دايما طوف لما تشوف الفيلم اخوي المشاهد طوف بس ركز على انهو راح سوى فيلم داخل جسمه اهو ويتكلم عن ذكرياته ومعاناته وهو داخل يعني كأنه بالعملية والفيلم فعلا يخلص لما هو يفوق يعني او لما يطلع من من الاكسجين لا مو اكسجين شسمه هذا التختير في باباي خديم اللي هو مالأجسام من الأجسام لهذا كان يا مكان حياة اللي هو اللي كريات دم الحمر هذا عجيب شذي قصدك انت المفروض الفيلم بجسمه قاعد تقول داخل جسمه وعائلته بس شنو داخل جسمه بس محاكمة كأنه هو محاكمة عليه وهو مع أهله شون داخل جسمه مو لازم تشوف الفيلم يعني يعني الشريان معصب عصب ومدري شنو وفي شخصية ياهل صغير كأنه هو الشريان اللي مسكرة هذا الصبع الصغير كأنه هو اللي داحرة ويحاشي وكل سا يسكر شيء من الشريان ويطلع لك يقطع لك شوية على العملية إن الدكتور قايعاني أقول لك الفيلم الفيلم هجيب أدري أي واحد يشوف يقول ما يخالق هو أكيد فلين فلين نفس نفس الفكرة هذي بس أنت استشعر أن أنت بالثمانينات الجرأ أنك تساوي فيلم كذي في ذاك الوقت 82 أنت جريء وايد قاعد تساوي نور الشريف أختار أن يكون وهو بهالسن شاهين نور الشريف كان يساوي مسلسل وشاهين عنده شغلة تحوشة أي ممثل يتفق معي يقول لك أنت معي بس ما تتفق مع تلفزيون وشيء ثاني تساوي دعاية بالحزة لنتكسر لما تصور الفيلم معي ما بك ترتبط مع أحد أنا ما بك تروح تمثل وتيني بموت ثاني أبيك شسم نور الشريف يعني شوية هني بهالوقت ممثل يقول له ما أقدر أنا عندي عندي مسلسل صح وبرمضان رحين عرض ما يشنو فيه ما يسر أنا وقفه قال له خلاص أوكي أنت ما بيك سكوا التلفون يح ذاك حمق ذاك نور الشريف يقول شان أخلص الأوردر وروح لبيته طقيت الباب بطل الباب ولأنا قاضي بسكينة مالة التصوير بس شذي يقول بخيرعة يقول حبا يعني سوا حبا قال لا أنا راح أمثل قصب عليك ما تأخذ مني ما أنت مقنون وما يشنو قال لا ما ليشغل فيك أنا مقنون أنا قايل لك أوكي وأنا بشتغل معاك أنا بشتغل معاك ليش تقول ليش دي وراح أعطيك اللي تبيه لا تحاتي إذا ما استذبح الدور التزم ما يقدر التزم ما يصير هو شاهن هم بعد يعني يعني ما تقدر حلالهم هذا الناس شون يعني بس أنه يعني أنت عطيت كلمة حق الريال يعني بس ما شون موسم رمضان ما تقدر صعب صعب وفنان وعندك اسم ومسلسل معتمد على اسمك فالحل بالمطور فراه ودالك خرعه ورضه زين سهل شنة يوسف أهو يحامقيه يقول نور الشريف أن مشكلة شاهن مشكلة شاهن أنه ودي يتكلم عن كل غضايا الكون في المواحد صح أيضا من ضمن الأشياء الحلوة في شاهن إن شاء الله تشتغل الغنية اليوم ويد عندنا أشياء ميوزيكل حلق حلو هذا جميل قبل أشغل في مشهد حق نور الشريف في الحسين حلو اللي هو دور مخرج قاعد يسمع مكلثوم إنه عنده حفلة بالحسين وقع يدخن زقاير والكاميرا بوش إن عليه التعبير رائع اللقطات اللي حطها أول مرة أشوفهم كلثوم أول شي ملونة اللقطات ملونة حلو منهم مصورها؟ شاهين يوسف شاهين مصورها بكاميرا حق واحدة من حفلات أشي يسمى فكان يقطع حتى مبين أوتف سنك لأن الغنية صوب وهذا بس لما تشوفها كان يقطع على الإيد يقطع على هذا ساعات يقطع على ويها هذه متصورة بروح الغنية اللي هو مصورها مو غنية أنت عمري غنية ثانية بس سوى طريقة بالمونتاج بذاك الوقت مشت بتخيل حط هذا المقطع أنا ودي عرف الصوت شنو وضعه أيوان المقطع ما لك ما لك ضبطة ضبطة صوت تخيل وحساس هذا فيلم هذا داخل حدوتها مصرية داخل الفيلم يعطيك إحساس ومع الحقبة وحزتها نازل الغنية بالصج هذه في يعطيك الإحساس هذا نور الشريف عبر تعبير والله شنو الإحساس الحب اللي أنت شاعر فيه شنو هذا مع الغنية وأول مرة تسمعهم كلثوم محطوطة في لحظة بصرية سينمائية أنا بالنسبة لي إن الغنية استخدمها في لحظة بصرية رائعة كاميرا قاعدة شبس عليه وهو قاعدة شربزقاير وإنت تفكر إنه نور الشريفش قاعدة تفكر فيه أو شخصية يحية اللي هي داخل داخل حدوتها مصرية أنت ما قاعدة شوف المغني لا أنت قاعدة تشعر بمشاعره لأن هذه صارت تقريبا بنصف الفيلم فأنت تلقى تشوف تحداث وايد ويتلك هالغنية فأنت تبتدي تحس جميل والله والمقطع قوي بعد يعني تنفيذ جميل لا لا عجيب أنزين طبعا أنت قاعدة تقول واخر شي لما رجع البيت أشوف المقطع ولا فلين لا لا فلين أنا سمعتك تقول جملة أنه يعني سواها بطريقة بذاك الوقت تمام كاعدة أقول لك لا يعني مناته الحين لا فكرة أنك أنت تفسير بذاك الوقت أنت بتسوي فيلم داخل جسم إنسان أنت وايد جريء أنزين دائما يأكد على كلامك طبعا 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 سنة 72 شفيني آه 70 أنزين لحظة لحظة دقيقا 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 عشان لا لا ردينا وراء شوية دقيقا أسس شركة وهو اسمها أفلام مصر العالمية لاحظ الهاجس العالمي أفلام مصر العالمية سماها تشذي ماك فائدة عالمية ماك فائدة ماك فائدة وقام وخلى إعيال أخته جابي خوري ماريان خوري وهم يديرون الشركة لاحظ أن أساميهم خوري صحي لبناني لأنها اخته تزوجت شخص لبناني جاميل فعنده شركة بعد فيلم حدوتة مصرية بما أنه يروح مهرجان وايد وصار لأسم خصوصا في فرنسا فصار عنده تعاون مع الفرنسيين التعاون المشترك هذا اللي هو مع الشركات الأوروبية اللي بره والهذا ترى يخليك تربح قبل لا تعرض فيلمك يعني فيلمك شكثر يكلف هالكثر هاك تأخذ انت حسابك سعين وإحنا نسوي الفيلم كأنتاج ثقافي إحنا حاب بينا كمؤسسات موجودة في فرنسا مؤسسات حكومية طبعا زين مثل الحين الحدوتة اللي بقولك ياها اللي سواها في 85 سوا فيلم اسمه وداعا بونابارت أول فيلم يسويه إنتاج فرنسي مصري مشترك شيطان ولا مو شيطان شيطان ولا راح لعب قال اش رايكم قدم الموضوع اش رايكم يسوي فيلم عن بونابارت في مصر بونابارت شنو بونابارت اللي هو نابليون بونابارت اللي الآن عنده فيلم بالسينما ايه نابليون اسمه بونابارت ايه شكرا انتوا قاعد تفيدوني يعني ما شاء الله عليكم من جميع فسوى فيلم انا في اعتقادي انه هو انا ليش كاد احس اني انا ياي من من فترة زمنية غيركم والله ما هذا انا يعني ما كو ما كو ذاك الفرق بيني وبينكم يا شباب بس احنا يمكن اشان شوية شنو انا انا مقل في الاطلاع التاريخي نعم نعم هذا الفيلم احس انه فيلم مجاملي يعني فيه مجامل الفرنسيين عشان هو بس يبيجش الفكرة انه يصير عنده لان بعد بعدين الافلام كلها صارت خلاص كل الفرنسيين قاعد ينتجون وياه فحس ان الفيلم هذا كأنه مجاملة اي ان اخنا سوي لهم شي عشان انا نديش ابتدي اسوي افتحوا يام سكة بس فيلم يعني وداع بونابارت اشفته مرة في مشاهد حلوة في لحظات سينمائية جميلة بس قلت لك احساسي انه كأنه فيلم مجاملة وهو يبيجيسوي يعني ما احس انه فيلم وايد حلو بالنسبة لي اليوم السادس واحد من الافلام اللي احبها هم تعاون مصري فرنسي مشترك اليوم السادس اليوم السادس قصة ام ولدها يحوشها كوليرا في عرف في ذاك الوقت الام طبعا هذا الحدث قاعد يصير والله يا اخي حبيت انه قاعد يوثق التاريخ اكيد اكيد من اكثر من قاعد تكلم يعني اربعينات ثلاثينات الحدث وايد قديم مصر يعني هو الفيلم صاير بهاليحداث فالعرف انه ودي ولدتش يشوف الشمس في مكان معين في اليوم السادس نفسه لانه هني رح يطيب اي شوف شوف الخرافة هذا عرف طبعا هذا عرف فالمرة يعني تغامر في انه تودي ولدها عشان يوم السادس هذا ايه من المرة من البطلة داليدة اذا تعرفها سالمة يا سالمة ما توقع تعرفها وانا قم تقني وايد بها الشسمة المهم هذي المطربة هي مطربة ايطالية بس تغني عربي واشتهرت وايد انها تروح مصر خلاها تتكلم عربي بالفيلم وخلاها تغني بعض الاغاني العربية بالفيلم اه هي نفسها ما لات انا لمسا لا 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 هذي شي ثاني ذيش عراقية ما لاشغل لا لا بس انت نفس اللحن ذيش عراقية لا ايه ذيش عراقية شقرة وطول في انجليزي عندهم شقر طول في انجليزي لا لا هذي واحدة ثانية لا دليدة شي ثاني لحظة تكفر الله بعدها عن يوسف شاهيم خالتك ماشا لا 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 مو خالتك ماشا اشوف انت فانتني غلط لا لا انت رحت على المغنية الاصلية لا المغنية الاصلية هذي نفسها مو خالتك من المغنية الاصلية درس خصوصي طلعت هي يا حتة هالمعلومة لا لا مو درس درس خصوصي انا ادري بعرس عبد الحسين وسعاد صدقني ازاي انا اعطيك لقطة وانت تذكر يمكن ام مغنينها بس مو هي مو المغنية مو المغنية شوف فانتني غلط يقول لي شوف ارحين بيه علمك بالماضي يلا علمني يلا يلا قل لي قل لي بخالتك ماشا لما يكونون بالمكتب عند منقاوي السكرتير غانهم حافظ مو كان شو اسمه غانم الصالح شان كان اسمه المان انسيت سلطان 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 كان رعي البنات عدل بين اخوانا الثلاثة اي من وغنة ازاي فكان تيلة واحدة اجنبية ازاي لا 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 هذي اسمه سلطان سلطان وما تكتل اي اي لا لا ما عاش بها وبعدين تقضي الشيء بحق منقاوي وتقولها انا لمسيجين اهم ام حفظينها شوف قطة تيلة خليت ليش رح القطة انا قطيت واي بعيد وسنة مصرية ارجعك لإيطالية ارجع فيا مطلبة إيطالية اي ارجع فيا امuely الريال ووووووو على كذب教I بيقول شي قديم عشان احس انها ياهي من هالزمن قلتلك قصة الفيلم نفس الخط اكو شخصيه مثلها الممثل حسافة ما تكلمنا عننا تول هو هذا اكتشف shoبص فيه يوسف شاهن شبص فيه ما تهدني حس ان files هذا الوروحه الثانية شبص فيه شق احنا رح اقولك بعد الفيلم ناحية شق شق يعني أنه ركز معاه أنت تمثل معاي وذاك قبل فاشتغل معاه سكندريالي هو كان البطل المراهق هو مثل دورك كمراهق فهو يقولك هو شاف نفسه أن هذا أنا وأنا صغير فتعرف أنه لما تشوف شيء لعلاقة نفسك تبتدأ تصير مثل مينون فيه جنة ولدك باليوم السادس هو حكاية هنيرة بعدين أقولها لك خلاص كانت نهاية السالفة تعب هذا محسن مهيدين خلنقول سالفتها بعدين من هو سوى موسيقات الفيلم؟ من هو؟ عمر خيرت هذا بعد مخضرم الحمد لله الموسيقار المخضرم عمر خيرت سوى 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 الموسيقات وسوى ثيمتين حق الشخصيات وطبعا هذا دور واحد مينون داخل يعني مو مينون يعني مثل الفقير الأهبل اللي يسوي حركات ويبي يمثل بس مو ضاربه معاه يعني مو قادر يوصل ودليدة لها شخصية داخل مع ريلها ولدها اللي بتروح تعالجه بس هو يحب دليدة حابها معجب فيها حالو فتصير في أحداث انهم يكونون بطراد مع بعض مع مجموعة من الناس اللي هي الطراد اللي بيوديها الى المكان اللي المفروض هي تروح فيه وتجاب للشمس او الغروب او لحظة الأفضل الشروق اي فيصير بينهم يصير بينهم حدث قصة يصير بينهم يعني حب بس حب ما شنو صاير بين وحدة عودة وبين واحد صغير ايه زين حب على احترام على احترام على مدري شنو ايه فعمر خيرا تسوى ثيمتين نسمع الثيمة اول شي ثيمة محسن ايه ايه سعيد ايه واه بالفيلم هذا شاهين حد توقع الثيمة الاولى يعني لا مؤثرات الحلقة هذا توقع الثيمة الاولى لحظة دقيقة بس خنشوف انا ما ادري وين هني احنا وين احنا وين احنا وين ايه هذا اخر شي ايه لا لاخر شي ايه دقيقة ايه بالفيلم هذا سأقدم تحية هو إلى جين كيلي شاهين والإيطالي وسوى مشهد كامل حق هذا جان كيلي الممثل الأمريكي الممثل الأمريكي اللي يحبه وهو صغير مو الإيطالي اللي يعلمه وسوى مشهد نفس سنجنذرين انه هو يعزمها بمكان قال لها تعالي باورريتش مكان مثل المكان شي في إضاءات طق إضاءات وقام يرقص فيه الإغنية راح أسمعك إياها بع شوي بس أول شي بسمعك الثيمات الثيمتين ثيمة شخصية محسن موحيدين وثيمة دليدة جميل هذا مشهد الوداع آخر شي بينهم وانتهى الفيلم بعد الوداع إنه خلاص يعني أنا أنتي كبيرة وأنا هذا ما أعتقد أن نقدر تصل بيننا علاقة بس صار بيننا حب متبادل جامل فهذه لحظة الوداع الأخيرة بس ما رح نشوفها بس نسمع الموسيقى نزين شوف دقيقة شباب بس دقيقة أنا بسمعك موسيقتها ألعيم موسيقتها هذه هذه ثيمتها نحن هي اللقطة عليها دقيقة يلا هذه هي بعدين هو طارانطع لماذا يقول هي أوه هي مرة ثانية انقطعت الكاميرا فهي الكامنجة هو العود يعني بعدين هيا لا الحين لا حين كامنجة نرجع له قاعدة شوية هو العود أنا ما قاعد أشوف بس قاعد أحسس صادر عشان لم طاولها جدام الناس نطلع وائد متفلسفي ما اسمع ما اسمعناهم شي أنا بس بأوريك قاعد نحن راح كنا شنو 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 اللي عجبك بالحطة هذي بس خلنا نفهم ان الموسيقى قاعد تسولف وقاعد تعطي انه أنا أول مرة أشوف فيلم عربي محدد ثيمة ثيمة موسيقية حق كاركتر وكاركتر وجمعهم آخر شي في الوداع الأخير أنت طول الفيلم عندها ثيمة ثيمة موسيقية خاصة فيها وهو عندها ثيمة موسيقية خاصة فيه ودشة وبعض آخر فيلم يعني أنت هذا الحلو فالحين هو عنده هو مالتا حوله تمام ايه تريري 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 قاموا خلطهم انت لاحظت اليوم أن أنا صادق أنك انتقلتها أحسن من إذا كنت بدورها بش مين عليها تصير سايش بسوي الترايلر التشويق البداية بس ساوند فكس ما في كلام شوف ما دقال يا يمي زين الحين بشام ايكي لا دخل روح نوريك انا وايد هني قاعد ندورش اسم ايه حلقة كلها قاعد ندور بعد عيني وين الهذا يا بهو ايه كاكا ايوا هذي موسيقتي هني قاعد يارقص جين كيلي اوكي اوكي جين كيلي انا سوي اوكي اوكي حل اسمع لا 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 جاي غلدة غلدة طام طام السلام هاي خلدة هاذا هو هاذا محسم محيدين ايه اللي شكل اللي شابه تبعين روح دلمطر ما ادري اللي هو وزير المهم اي طبعا ما رح نحرم المتابعين رح نراويهم الامور هذة اتراوين اتراوين ياه اقعد نزل علينا الماي يا جماعة الخير انزين انزين فهذا الحرف اليوم السادس هلا طبعا يوسف شاهين ما لا شغل في الموضوع هذا الموسيقار هذا عمر خيرت بس هو طبعا عمر خيرت ما رح سوي شي من كيفه لا يعني هو قال تعال ابيك تعطيني صغيرة عمر خيرت و جين كيلي أشكره هو قايلله قايلله عندي مشهد شذي ولموسيقات تسوى قبل طبعا عشان تعرف اي هني بالفيلم هذا هو سوى الموسيقات قبل طبعا معرف اي فيلم استعراضي او فيه غنية دعمل غنية تتسوى قبل التصوير عشان عشان اتقد ان في ناس قاعد يسبحون فوق لان الميزاد المهم ما يسمع اي اه الفيلم سوى شغل حلو في المهرجانات وهن فيلم من الفلام اللي تقدر تقول عنه مفهوم حق شاهين يعني ما فيش يكال قصة قلتها لك مفهوم بسيط ومعاناة أم في موت يعني في محاولة إنقاذ ولدها من الموت مع قصة حب خفيفة أو قصة حب ما بيقول غير طبيعية أو قصة حب محرومة أو ما تصير أوكي ممكن يحد يقول لي ما لك شغل في ناس كبار رحبون ناس صغار معلول أوكي كيف شوف أنا حس أنه دخلنا بالساعتين فيفضل نغير ممري حرام فيه أشياء نغير ممري بس أن ويرابتب نضغطها عشان تكون بحلقة واحدة عشان نضمنها بعد ما تبتنزل حلقة أربع ساعة لا 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 نهاية علاقة محسن محيد دين محسن محيد دين بعد الفيلم هذا قال بس ولا أشوف ويهك تعب وهد هد الريال لدرجة أنه سوى فيلم بعدها اسمه اسكندرية كمان وكمان اللي هو الجزء الثالث من السيرة الذاتية وهو مثل فيه يتكلم عن علاقته مع هذا الرجل أنه كان عنده مثل يحب وايد وقال أنا أذيته هذا وايد يحب يطلح روحه سورف عن كل أسراره تخيل أنه سوى فيلم كامل عن اسمه اسكندرية كمان وكمان يتكلم فيه عن علاقته مع هذا الرجل وقال أنا أذيته أنا غربلته أنا تحكمت فيه وصراءهم كله لين الفيلم آخر شيء ينتهي فيه فيه بس خلاص أنه أنا لازم لازم أقبل لازم أعتصر هذا الريال وأن هذا الريال خلاص راح ويمكن ما أشوفه بعد خلاص لا حلو ومشاعره جميلة اللي هو اسكندرية كمان وكمان اللي صار سنة التسعين وهو لما يخابقها يقوم يسوي فيلم يقوم يسوي شذيه يرقع والله حرام في أشياء بس أبطريها شذيه بش اسمه لا أنت أستعيل وايد بس الفكرة أن أهم مساعدين حق يوسف شاهين وهما يوسري نصر الله مخرج سوى فيلم اسمه مرسيدس وعنده مجموعة من الأفلام بس فيلم مرسيدس وايد وايد معروف وعنده مساعد مخرج هذا ظل معاه لنهاية حياته والحين راح أقول لك ليش سوى فيلم اسم الرئيس عمر حرب وعنده عنده وايد أفلام حينما يسرى وايد عنده أفلام معروفة هذا خالد يوسف تكلمت عن فيلم بالتسعينات اللي هو اسكندرية كمان وكمان فترة التسعينات سميتها ما زال المخ شغال يعني ريال عمره مليون يعني عمره ألف بس مخها لحين شغال فبالتسعينات سوى اسكندرية كمان وكمان وقلت لك ليش المهاجر اللي تكلمنا عنه في البداية اللي هو الفيلم اللي هو كان مقتبس أو هو كان وده أول شيء سوي قصة سيدنا يوسف لأنه يحس أنه هذه من أهم قصص الإنسانية هو هذا لكن بالرقابة الذو قالوا لا لا ما تسوي لأنه ما أنا بي نجسد الأنبياء صحي ولما سوى الفيلم قال خلص اللي بسوي حدوتة مقتبسة لما خلص الفيلم صارت عليه قضية وكسبها قضية شنو قضية رفعوا عليه قضية واحدة من المؤسسات أو شيء شذي أن الفيلم قصت يعني بما معناه أنه عشان اضطراء لديان ومش أعرف بيش فعلى طول كسب القضية ومشت السالفة الموضوع هذا قلنا فيه أنه هو ناقش ناقش صراعة الذاتي بهذا الفيلم والفيلم هذا كان محبوك حين أعتقد لأنه بالضبط هي قصة سيدنا يوسف وما سوى شيء قصة سيدنا يوسف بس غير الأسامي خلى القبيلة اسمها شيء ثاني نفس الشيء هو واحد أجنبي في الصحرة يروح إلى عالم العالم مصر ويتعلم العلم ويتصارع صراع كامل مع لوية الفراعنة ويتعلم شون هذا شي يساون التحنيط ما التحنيط والأمور هذه لين آخر شيء يرجع حق أهله وييب العلم اللي يتعلمه حق أهله ويوخرهم أو يشيلهم أو ينتشلهم من الجهل جميل فبسيط واضح وايد نجح نهايته عجيبة لما يرجع ويلمم أبوه وهلم على الموسيقى عجيب عجيب الفيلم هذا المهاجر هذا المهاجر هذا المهاجر هذا المهاجر الموسيقى اللي هو سواها محمد نوح توفى هذا مطرب وهو سوى الموسيقى أجوائها فرعونية جميلة موسيقى يا سلام عجيب عجيب لاحظت شغلة أنت اللحن عندك كلها بحرف الدال وارا فيا أخوي فيلم إبك يذكرنا في الأفلام الكلاسيكية الأمريكية القديمة متعوب من جميع النواحي مناظر كمبارس جميع بشكل حلو لقطات ممثلين تشوفهم دايما في التلفزيون المصري يون عند شاهين يطلعون بشكل هذا في نقطة قبل نحن بس قاعدة على أواخر الأفلام شاهين عنده إيقاع في التمثيل سريع شفت شون سرعتي شون لما سولف بسرعة أنا وهو كل المثلين لا يحب لا يحب ما يحب هذا الركاد سريع فساعات يقال قبل كانوا يقولون أن أفلامك نستطيع أن نسمع الحوار لأن المثل يتحكي بسرعة وهو لماذا يفعل هذا ما يبي الإيقاع مال يكون بطيء فيخلي المثلين يسرون حركاتهم سريعة سنة يا أخوي سبعة وتسعين يا فيلم المصير اللي هي حكاية العالم سبعة وتسعين خلاص على آخر عمره عمره سبعين 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 فيلم ابن رشد ابن رشد اللي هو العالم اللي هو كان موجود في الأندلس وحكاية الأندلس بس عند ابن رشد قصة مع المتطرفين في الأندلس في ذاك الوقت لأنه كان يكتب كتب فيها أفكار معينة فاتفقوا أنه يحرقون كتبه عشان مضل موجودة إلى الأجيال حركتهم أي الفيلم عنده رسالة معينة بالمصري تقول الأفكار ليها أقنحة محدش يقدر يمنعها توصل للناس بالمصري طبعا تمام هذا أول فيلم أنا شفته بالسينما حق يوسف شاهين بالسينما هذا الفيلم اللي قلت لك راح كان جميل الفيلم اللي أنا مسمعت راح كان شا روح يدور أنا ولقيت فيلم المهاجر شفته ونطرت هذا لين نزل بالسينما وأنا حضرته بالسينما جميل جميل هذا أنت يا سنة كم؟ هذا قعد تكلم 97 يعني أنا كنت متوسط بطعش الفيلم طبعا الفيلم هذه التاريخية كلها باللهجة المصرية لأنه تعب من فيلم صلاح الدين اللي هو الفصحة والمصريين لما يتحشون بالفصحة شوية يعني مثلا في مشهد اللي هو رشتر قلب الأسد هي حق صلاح الدين شي يقول له يا لأ في الخيمة ما لتا صلاح الدين فيش يقول له تعصر قوادي وأنا في طريقي إليك تعصر قوادي في القسس وأنا في طريقي إليك فكل الفصحة يعني الفصحة ما تضبط ترى هذه لهجة هي لهجة بس قد تكون ما تضبط السوريين أفضل السوريين في اللغة العربية مخارج ظروف أفضل ناس فهو حس وشي فقام كل ما يسوي فيلم تاريخي يخلي اللهجة هي اللهجة المصرية أفضل عشان بعد تحس بمشاعر إحنا حين ليش عشان يمثل عدد تذكر أفلام ديزني لما كان يدبلجونها مصري كان روح صحيح أنا كنت أتعمد الفيلم اللي ينزل أشوفه بالمصري ما أشوفه بالأمريكي طبعا لأنه قاعد أشعر بالروح اللي موجودة تخيل تيمور بومبو يصرفون فصحة تخيل ما هذا يا تيمور لا تخيل الفيلم هذا في 97 في مهرجان كان شارك في المسابقة الرسمية شقاموا وسووا كان عطوا شاهين جائزة اليوبيل الذهبي لمهرجان كان لمجمل أعماله تفضلي اليوبيل الذهبي اليوبيل الذهبي حقه أوهو مو خمسين سنة أهم حقهم أهم كانت توقع أهم أصر لهم خمسين بس نعطيها شاهين حق مجمل أعماله يعني جائزة موجودة مثل الجواز اللي موجودة بالمهرجانات اللي جائزة فلان لفلاني تلقى فنان مهم في ديرة معينة بس هذه مو كل سنة بالمهرجان سألونها مرة واحدة فأضبطته يت الحين هنا ليش عطواه بعد لأنه هو كل سنة كل ما يسألوا فيلم يروح لهم أصارنا إي يعني أنت وهكت نوايد قعد تقدم هك تفضل جميل شاهين بالفترة اللي طافت كلها هذي اللي قعد نتكلم عنها أفلامها ما تنحط وايد بالتلفزيون ما تنحط قليل جدا يعني باب الحديد ناصر صلاح الدين الأرض كم فيلم بس ينحط لها كم فيلم اللي هم شوية بس هو وايد أفلام بس هو وايد أفلام عنده انزيل كان اي ار تي عرض أفلامها كلها وعرضتهم في القناة في شهر كامل ووو كانت صير مشاهدات أفلام يوسف شاهين أكثر وفي تكون جمهور جديد لأفلام يوسف شاهين بآخر عمره بآخر عمره تسعة وتسعين سوى فيلم اسمه الآخر الآخر ما حبه بس أنا بقول قصة أم أمريكية متزوجة مصري حوله ولدها الصراع هذا ما الأمريكا وولدها اللي هو مصري من أب مصري يحب له واحدة بس مو من نفس الكميونيتي الكميونيتي وصراعها هي أنها تبيت زوجة واحدة أمريكية ووقتها كان تسعين اللي هي ظهور الأنترنت بشكل أوسع وقرية صغيرة وإحنا كلنا في قرية صغيرة والحركات وإرهاب وميشنو فالفيلم تسوى بهذا الشكل نأهي الأم وسيطرنا يعني وطبعا دائما رمزيات أن أمريكا بتتحكم فينا وحركات لهذا الفيلم رمزيتها مي حلوة يعني حتى ما شهم ما بس أمريكا تبتتتحكم أنا معاك بس تعرف لما تنقال بطريقة ذقيلة مو حلوة أنا أنا هذا شعوري مو كرياتيف لا كرياتيف فيه فيه أشياء زينة بس مو كرياتيف مو كرياتيف ما أدري تحس تعرف لما أحد لما يكون ريال عود أكوسالفا مليقة أدري بس سامحوني بقولها مثل واحد أنا مرة شفت بالتلفزيون لما بدأ يظهر الانترنت قبل كان فيه برامج برمضان كل شيء شايب ولبسونا قديم لبس قديم ويقعدون معيها ليقول حزاوي طيعني الشايب هذا مو عاجب النت فشذي يقول أنتو الحين الجيل ما للعنتر بالنت وي عنتر بالنت يعني انترنت يعني انترنت فتخيل أنت نفس المعنى هذا أنا شفتها في فيلم الآخر اللي هو واحد شايب كأنه قاعد يتكلم عن الأمور بهذه الطريقة اللي تفاه اللي قاعد يتفه الموضوع أنا حسيتها شذي فنفس الإحساس ما لهذا اللي لابس قويتي قديم ويقول عنتر بالنت هالمثل لأيش قاعد بمخك لأنه بايخ لأنه بايخ لأن يا حبيبي انت شفيك مو شايف أن الموضوع أن هذا تطور مو رجوع للخلف انت لأيش شايف أنه هو جهل عنتر بالنت وقايله بالتلفزيون أنا تخيل أنا ياهل سمعت قلت شير هذا ناقد علي نقيت على الشاي بمبتر الحين الألفين مساعدة هذا الأخير اللي هو خالد يوسف حلو بدأ يخرج أواخر الأفلام بدأ يدشش يعني بدأ يدشه بدأ حس يدش ليش لأنه شاهين خلاص كبر بس يعطي أوامر ويقولون أنه في أيام قام ما يحضر يعني ما يقدر يحضر التصوير فآخر آخر كان فيلم اللي هم سكوت هنصور محاولة لعمل فيلم غنائي مع الفنانة لطيفة بس فيشل الفيلم اللي بعد اسكندرية نيويورك اللي هو الجزء الرابع من السيرة الذاتية حلو اسكندرية نيويورك خلاه أهو أنه كأنه هذا بطلنا كأنه كان عنده علاقة مع واحدة يعرفها في بسدينة بأمريكا وبعدين اكتشف أنه عنده ولد منه هذه الفترة اللي ما راح درس هناك فراح يأتي لبرقية قالت له أنا بس بقولك ترى أنت عندك ولد ولازم يتعرف عليك فأنت لازم تي أمريكا فيروح أمريكا فإسمها اسكندرية نيويورك آخر جزء وسواه قاله محمود حميدة هو يصور دورة شبير حلو بس مو أحلى من الثلاثة أجزاء اللي طرفهم مواضيع ذولك أحلى قصص ذولك أحلى من هذه هاتسوت على كبرة اي آخر فيلم اسمه هي فوضى عادي هني مولية خلاص خالد يوسف هو المخرج حتى نكتبه سامي وميميع اخراج خالد يوسف أول ما خلص رواء شيء ولا شيء بس هذا مشاركة خلاص بس هني 2007 قعد تحجة الريال 81 اي خلاص بس والله بصلاحة قواه الله يعني كيف دقيقة دقيقة خلنختم 2008 الريال توفح اي واعتقدني حدوتتنا الشاهنية الشاهنية خلاص 2008 توفى الريال وخلأ أرث والله يا أخوي أنت قتكلم عن 14 واحد بالسنة أنا أعتقد 37 أو أكثر يعني أنا حين بيني معي 37 بس أخاف أكون غلطة لكن الناس تقدر تبحث يوسف شاهين واحد من المخرجين المهمين اللي ما أعتقد السنمة العربية ممكن تمر عليه مرور كرام لأن هذا أنا حبيت أن تكلم عنه كأول مخرج عربي لأن من الناس اللي حاول أن يسوي أفلام ويبي يوصلها إلى العالم كله وحنا جدير بالذكر أن ومو أي أحد موجود الموضوع صعب لا لا جدا مو أي أحد قادر يسويها جدا نقط ريج صعب عليه جدا أثر السينما العربية إذا ما أخير بظني إخراجيا من ناحية المؤثرات البصرية والصوتية سوي نوعي جاوي جدي زي عندك أنت رشيح لنا ثلاث أفلام والله يا جماعة الخير أكيد بل شو بالمهاجر أسكندرية حدوتة مصرية يعني ناخذ السلسلة السيرة الذاتية السيرة الذاتية الثلاثة شوفوهم اللي هم أسكندرية حدوتة مصرية أسكندرية أكمان وكمان هذولي ركزوا عليهم هذول من المهاجر الأرض اليوم السادس المصير أعتقد هذه الأفلام اللي ذكرتها أحلى ما صنع شاهين ناصة صلاح الدين طلوا عليه باب الحديد شوفوا لأنها لا علاقة بالشي اللي ذكرناه من معانات وهم يتكلم عن حقب السياسي مو غلط إذا في واحد يعني انهوس خلي شوف أفلامها كلها كيف انهوس فيها حب قصتة وحاب يشوفها شوف أفلامها نحن دائما عندنا نبي ندليهم عندنا بالكوب السينمائي اللي ذكرتهم أعتقد أهم أفلام جميل أنا عندي شاهين من بعد المصير شاهين خلاص المفروض يوقف هذا في اعتقادي من بعد فيلم المصير اللي بعده ريال كبر دش في حالة بالبرض ومساعدة خالد يوسف دش بشكل قوي فإنه يخرج ومن الطبيعي إن خالد ما رح يسوي الحس مال الريال 100% لأنهو قاعد يخلص وقاعد يروح الريال مريض وهو قاعد يشوت قاعد يخلص قاعد ينجز حال حال أي مخرج ثاني حال حال أي مخرج ثاني موجود وهذا فإن بالنهاية حت له لازق فيه وهو مساعد يبا السنس هذا شيء مو بكيفك صحيح الإحساس أنا ما عارف أقول شيء مثلك أو أنت ما رح تعرف تقول شيء مثلي وصعب حيال أني أوصل لك لبمخي شكرا على الحدوتة أتمنى تعجب الناس المرتبة الجميلة وبر الصندوق أتمنى كان العادة أن يكون مخرج أجنبي ما رأينا الاسم وايد أتمنى أنا أتمنى يكون مار على فئة من الناس يعطونا رأيهم بالحلقة أتمنى أكي والشخص اللي ناقشني عنده وجهة نظر نظر؟ لا واضح الحياة صعبة الحياة صعبة قبل الله نختم أنت يايب وياك خوش تشيس أنا تشيس مالنا مالفوزنا آه بس شيء يايب بس شيء يايب أحلف عبالي داخل الجائزة لا عطوني أغراض هما ما قصروا عبالي داخل الجائزة نقول ولا ما نقول إحنا قلنا ما قلنا صح أننا إيه نفزنا يا جماعة فيلم قصة شرطي فاز في جائزة أفضل إخراج فني أنا ليش قاعد تحكينا وهذه الجامعة ما قصرت إيه اللي سوّت المهرجان اللي هي جامعة AIU AIU يشكرون اللي هي الجامعة الأمريكية هي سوّت مهرجان سينماي قصة شرطي قصة شرطي فاز هناك في أفضل إخراج فني نعم نعم يالفني فني خراج فني إيه الساهل والله والحمد لله وإن شاء الله يا رب أعمالنا اليائية قادم أفضل والفلم يسوي أشياء أفضل والفيلم ولفيلم العود إن شاء الله يا رب بس لا نسول فيه ما أنا بنسول فيه لا نسول فيه نحن دعني كل شيء عند الله سبحانه نحن دعنيها شاسمة شكرا على مجهودك معنا شكرا داود على الحلقة الجبارة إن شاء الله إن شاء الله تكون الجبارة شكرا لكم لمتابعة الحلقة جميعا لا تحرمونا باللايك والسبسكرايب وتعطونا رايككم في الكومنتات واقتراحات حق حلقات اشتركوا في القناة